اشتركوا في القناة و تحل معايا في اللايب الحاجات اللي هندجعها و ان شاء الله الدنيا تبقى زي الفول بازن الله و تعدي على خير و ان شاء الله اول ما المواد دي تبقي تعدي على خير نركز في المواد الجاية و ان شاء الله دي كمان هتعدي على خير مش عايزكم تقلقوه خليق empez.'' يعني خلي في قلبك امل كده ان الدنيا هتبقى حلوة و خليها على الله و تفاق الخير و ربنا بازن الله هيكون عند حسن ظنك بيه تعال كده نبدأ نتعرف على الدروس اللي عندنا في التربية الوطنية هحاول على قد ما أقدر إن أنا أعملهم لكم بإيجاز بس أقول لكم الحاجات اللي بتيجي كلها عشان تبقى أنت في الأمان مش همعلم تعالوا نبدأ أول حاجة كده بالدرس الأولاني اللي هو بيقول إيه الدرس الأولاني بيتكلم عن حاجة إسمها الأخلاق والقانون يعني إيه كلمة أخلاق قالي الأخلاق دي عبارة عن موس العليا نتمنها ونمجدها ونسعى لتحقيقها بوصفها خيرا موس العليا نتمنها ونمجدها ونسعى لتحقيقها بوصفها خيرا يعني إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى إدانا مجموعة من موس للعليا اللي هي موجودة في الأديان بتاعتنا زي الضمير زي الحق زي العدلة زي الديمقراطية زي التسامح زي الأمانة مفروض الناس بتسعى لتحقيق هذه الأمور بوصفها خيرا يعني بنتمنها ونمجدها ونسعى نحن نمتلكها عشان خاطر تبقى الأخلاق بتاعتنا مهزبة طب أنا ليه بقولك التعريب بتاع الأخلاق عشان أقولك بس في البداية مش من الطبيعي أبدا أن يبقى فيه مجتمع بيمشي على طريق الأخلاق فقط اشمعنا يا ميس عشان خاطر الأخلاق زي ما أنتو بتاخدوا الناس الأدبي في الفلسفة لما أنا بسيب الناس للدين والضمير للأسف بلاقي فيه عدم التزام من بعض الأفراد وإن مش كل الناس بتلتزم فعلا بسلطة الدين والضمير وكلام ربنا سبحانه وتعالى فبالطر أن أنا رحط لهم قواعد أو قوانين فيعني ما فيش أي مجتمع في الدنيا عنده القدرة أن هو يمشي عن طريق الأخلاق بس بصراحة أنت عشان يبقى المجتمع منظم طلع بقى درس مهم جدا عندنا في البداية كده اسمه درس القانون تمام أنا جبت أقولك منين وإستيلك فيه أخلاق وفيه موصل عليا بس للأسف مش كل الناس بتلتزم بيها فمش متطبيع بأنه أنا هسيب الناس لحريتهم أنا هلزمهم بحاجة اسمها القانون يعني إيه قانون؟ القانون قواعد أحفظها كده قف قف القانون هو مجموعة من القواعد العامة المكتوبة قواعد عامة مكتوبة تسعى لتنظيم سلوك الأفراد وملزمة مقترنة بجزاء تعال نقولها مع بعض كده أو نكتبها مع بعض عشان تثبت في دماغك هو القانون إيه تاني معلش كده هو مجموعة من القواعد القانون هو مجموعة من القواعد والأحكام العامة المكتوبة التي تنظم سلوك الأفراد تنظم سلوك الأفراد في نفس الوقت ملزمة مقترنة مقترنة بجزاء هتقول لي يعني إيه مثل الكلام ده هشرحه لك حالا وهقول لك يعني إيه قواعد مكتوبة وبتنظم سلوك الأفراد وملزمة مقترنة بجزاء بص يا معلم كده أنا هطلع لك من الحتة دي خصائص القانون وهفهمك يعني إيه الكلام ده خصائص القانون هو أنا ليه بقول عليه قواعد عامة طبعا أنا بقول عليه قواعد عامة لأنه هو بيتطبق على جميع الأفراد بيتطبق على إيه برينز على جميع الأفراد بلا استثناءات يعني يا ميس ما فيش حد فوق طائلة القانون لا مستحيل هو بيتطبق على جميع الأفراد من غير استثناءات لو أنت راجل غني أو فقير مشهور أو مغمور راجل أو ست مفروض أن رمز المحكمة أصلا امرأة معصومة العنين عشان هي ما تفرقش ما بين الأفراد وهي بتحكم عليهم يعني مفروض أن إحنا القواعد دي بتتطبق على جميع الأفراد بدون استثناءات طيب ليه بتنظم سلوك الأفراد عشان أنا قلت لك لو إحنا كتفينا بالأخلاق بس مش هنلاقي فيه تنظيم لسلوك الأفراد فأنا عايزة أنظم سلوك الأفراد بس خلي بالك من الملحوظة دي إن القانون دايما بيركز على المظهر الخارجي من السلوك لا يعاقب على النواية وليس الإيه النواية يعني أنت لو جيت قلت ليه دلوقتي لا هو القانون ما بيحسبش على النواية هو القانون بيحسب على المظهر الخارجي من السلوك إن أنت فعلا تبقى عملت فعلا مشين فيقوم القانون يا حسبك لكن أنا مليش دعو بالنواية بتاعتك خير شار لأن القانون لا يحكم على النواية وملوش أي علاقة بالمظهر الباطني هو بيركز على المظهر الخارجي من السلوك فقط طب يعني إيه ملزم مقترن بجزاء كلمة ملزم مقترن بجزاء دي معناها برينز ملزم مقترن بجزاء دي معناها أن هناك أصل راضع أو عقوبة صارمة لكل من يخالف القانون في عقوبة صارمة لكل من يخالف القانون يعني هي مش متسابة كده براحتك اللي هو قتلت طب ما عليش خلاص مسامحينك فيش حاجة سواء كده أنت لو عملت جريمة لازم تتعاقب على الجريمة ديت ويبقى في عقوبة صارمة تلزم الأفراد عشان يبقى فيه سلطة قوية للقانون فخلي بالك كده أنها قواعد عامة لأنها بتتطبق على جميع الأفراد وفي نفس الوقت بتنظم السلوك بس بتحكم على النظر الخارجي ما لهاش علاقة بالواطن والنوية وملزمة بجذاء راضع لكل من لا يلتزم بهذا القانون طيب عايز أقول لك على معلومة مهمة جدا اللي هو إيه أصل القانون أصلا أو إيه مراحل نشقة القانون طبعا بعض الناس فكرة أن القوانين دي جديدة لا طبعا القانون ده قديم جدا 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 من أيام الحضارة المصرية القديمة بتاعة الفرعنة وحضارة تانية اسمها الحضارة البابلية بتاعة العراق ده أصل القانون وهو يرجع للحضارات القديمة زي ما أنت شايف الحضارة المصرية ليه عشان كان عندهم قوانين اسمها قوانين معت الإله معت 42 قانون كانوا بينظموا شؤون الحياة الناس بتوعقادة بيعرفين الحتة دي عارفين في الحضارة المصرية القديمة اللي بتاخدوها في الفلسفة لما خدنا كتاب الموتى وقلنا أنه بيبقى فيه قواعد وقوانين الناس بتلتزم بيها وتخشى أنها تخلفها عشان توصل للحياة الأبدية والخلود عارفين كتاب الموتى أكيد فده كتاب كان بيتحط معه الميت فيه أعماله وفيه احترامه للقوانين عشان لما يطلع بعد كده عشان فراعا عندهم فكرة البعث بعد الممات فهو لازم بيقى ملتزم عشان لما يطلع الأليهة ما تحذبوش فكان فيه 42 قانون بتوع الإله معت حرسوا الناس على الالتزام ديهم أيام الحضارة المصرية القديمة وما لإيه الحضارة البابلية أو العراقية دي دول كانوا حطين بتاع حالي 272 ولا 82 قانون اسمهم قوانين حمرابي تمام؟ بيخطوها بين فؤولة سنوي ولا حاجة ودي قوانين كانت مشهورة قوي زمان إنها بتعمل إيه قوانين حمرابي دي بتنظم جميع شؤون بقى الحياة المختلفة لإنها آآ تميزت بشموليتها شوية كان في بعض القوانين منها طبية وقوانين تانية سياسية وقوانين للتعليم فتميزت هذه القوانين بتاعت حمرابي زمان بإنها قوانين تشمل جميع جوانب الحياة فمعنى كده أن انت عندك أصلا قانون قديم جدا من أيام الحضارة الفرعونية والحضارة البابلية دول 42 قانون اسمهم قوانين معت اللي هم بتوع كتاب الموتة ودول قوانين اسمها قوانين حمرابي كانت مشهورة زمان وتتميز بشموليتها لجميع جوانب الحياة وكانت الناس بتحرص على الالتزام بيها عندي سؤال برضو مهم جدا ده أكتر سؤال مهم ممكن يجي في الامتحان إيه المصادر بتاعت القانون طب هما لما بيجي يحطوا القانون إيه المصادر اللي بيجيبوا منها القانون عندي أربع مصادر مهمين جدا اسمهم التشريع والعرف وعندي مصدر كمان اسمه الشريعة الإسلامية وعندي المصدر سوري الأخير هو قوانين الطبيعة طب إيه الفرق ما بين الأربع دول في الاختيارات إمتى أعتبر إن ده المصدر المطلوب في الامتحان بص يا معلم التشريع ده هو اللي أنا كلمتك عليه فوق القواعد الإيه؟ القواعد المكتوبة أنه مجموعة من القواعد والأحكام العامة المكتوبة هتقول ليه مكتوبة فين؟ في الدستور أو في الدستير حتى هي دايما اسمها القوانين والتشريعات عشان بيجي بعض رجال القانون بيبدأوا يكتبوا بعض المواد القانونية أو بيشرعوها عشان الناس تلتزم بيها وما إيه العرف ده يا ميس؟ بيبقى قواعد بس قواعد عرفية يعني إيه غير عرفية يا ميس؟ يعني غير مكتوبة مالها أولاد غير مكتوبة طب إيه يعني يا ميس غير مكتوبة يعني عاملة زي العادات والتقاليد كده زي ما إحنا نقولك مثلا عندنا في مصر الشبكة على العريس طيب إحنا بنلتزم بالموضوع ده يعني جرى العرف أو العمل بيه لسنوات طويلة كأنه بقى قانون ملزم يعني الناس كلها بتعتبر إن الشبكة على العريس وإن أنت مثلا لو جيت تتقدم العروسة وقلت مثلا لا أنا مش هكيب ديت أنت كده خلفت حاجة مهمة قوي فممكن الناس تعرضك لجزاء اللي هي خلاص أنا بص إنت هتاخد صابونة إحنا مش هنحترمك مش هنجاوزك بنتنا معني دي حاجة مش مكتوبة في الدستير ولا بيعقب عليها القانون بس هي جرى العرف والعمل بيها لفترات زمنية طويلة لدرجة إنها أصبحت عاملة زي القوانين الملزمة إيه بل فرق ما بينهم إني دي مكتوبة ودي غير مكتوبة أما إيه مبادئ الشريعة الإسلامية ليه المبادئ اللي عندنا في الشريعة ما احترمني طبعا لكل الأديان طب ليه هم بيقولوا مبادئ الشريعة الإسلامية عشان هم بيحسبوا الغالبية العظمى بتاعت الشعب إحنا الغالبية العظمى بتاعتنا مسلمي فبالتالي هما بيطبقوا مبادئ الشريعة الإسلامية على المسلمين وغير المسلمين ليه عشان بس الغالبية العظمى مش عشان حاجة ممكن تبقى دولة تانية الغالبية العظمى حاجة تانية فتلاقيهم بيطبقوا المبادئ بتاعت الشريعة دي فإحنا عندنا مثلا في الشريعة بتاعتنا القاتل يعدم فإنت لو قتلت سواء مسلم أو مسيحي بيتطبع عليك القانون ده وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية هما لإيه قوانين الطبيعة دي هميس دي القوانين السبتة التي لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان قوانين سبتة لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان فدي بتتسم بينها قوانين سبتة معلم ما لها ميسي يعني ما بتتغيرش مهما الزمان والمكان تغير وهي مش تتغير ابدا طب انا مش فاهم زي ايه زي قوانين الطبيعة اللي انتو خدتوها في الفلسفة في حتة الحرية والضرورة ان انا في قوانين في الطبيعة ما اقدرش اكسارها تمام أنا أقول بس أتفاهمها وأواكبها وخلاص زي مثلا ايه اتجاه الرياح زي مثلا الشمس بتشرق منها الشرق ماشي هل أنت عندك القدرة أنك تشرع أي قانون تغير هذا الأمر مستحيل لأن دي قوانين الطبيعة الاناس في منهم نوعين زكر وأنسة هل أنت عندك القدرة أنك تشرع قانون أن أنت تعمل نوع ثالث دي ما أعتقدش أن أنت ممكن تشرع فيها حاجة لأن دي قوانين الطبيعة السبتة التي لا تتغير مهما تغير الزمان والإيه والمكان يبقى أنا عشان أنجزك أنا عندي أربع مصادر للقانون في القواعد المكتوبة في العرف اللي هو جار العمل بي ولكنه مش مكتوب والناس تعودت عليه كأنه قانون ملزم ببديء الشريعة الإسلامية وده تتطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين وقوانين الطبيعة دي القوانين السبتة التي لا تتغير مهما تغير الزمان أو الإيه أو المكان وفي نفس الصفحة كمان هنكتب حاجة مهمة فوق كده أنواع القانون طب إيه أنواع القانون فيه نوعين من القانون اسمه القانون العام والقانون الخاص القانون العام والقانون الإيه الخاص طب إيه الفرق ما بينهم إيه الفرق ما بين القانون العام والخاص هتكتب الجملة دي عشان مهمة جدا معايا القانون العام ده بينظم العلاقة اللي الدولة طارف فيها بينظم العلاقة اللي الدولة طارف فيها زي القانون الدستوري والقوانين الدولية أما الثاني بينظم العلاقة اللي ما بين الافراد تمام ملوش علاقة بالدولة زي القانون مثلا المدني والقانون الجنائي وهكذا ايه الفرية برضو يا ميش ما فهمتش القانون العام ده معمول عشان ينظم العلاقة اللي الدولة بتبقى دخل طرف فيها يعني ايه الدولة دخل طرف فيها زي لما يكون الدولة بتعمل معهدات تحالفات دخول في علاقات مع الدول التانية فده بيبقى بينظم اي حاجة مصر كدولة دخل فيها زي البستير زي شكل عالمنا زي رئيسنا حاكمنا اللي هي الحاجات اللي ليها علاقة بالدولة طيب بقول لك افرد انا وانت اتخلقنا مع بعض في الشارع او انا خبطتك او انت خبطني ورحين نعمل لبعض محضر هي كده الدولة دخل معنا طرف في حاجة لا هي المشكلة او الخناء كده ما بيني وما بينك فاحنا اسمنا قانون خاص خاص بالافراد بينظم علاقة الافراد ببعض الدولة هنا مش طرف وملهاش علاقة عشان كده ده بيسمون قانون المدني او الجنائي اتنين سرقوا بعض فبيعملوا محضر اتنين واحد قتل حد فبيعملوا جنحة او حاجة كده على ما اعتقد اسمها كده فمعنى كده ان القانون العام ده بينظم العلاقة اللي الدولة طرف فيها يلا اقول معايا كده بينظم العلاقة اللي الدولة طرف فيها بينظم العلاقة لازم تعامل دايلا على كلمة ان الدولة هنا طرف فيها زي القانون الدستوري اما القانون الخاص فده بينظم العلاقة ما بين الافراد زي القوانين بقى المدنية والعادية بتاعتنا احنا. يبقى انت لما تلم الموضوع بنظام كده هتلاقي نفسك مطلق بطش. انا عندي قواعد عامة مكتوبة بتنظم سلوك الافراد ملزمة مقترنية بجزاء. عامة مكتوبة بتنظم سلوك الافراد ملزمة مقترنية بجزاء. قلت عليها عامة عشان بتطبع على جميع الافراد. بتنظم سلوك الافراد بس بتركز على المظهر الخارجي ملهاش علاقة باللجوه. ملزمة مقتررة بجزاء. ايوة جزاء قوي لكل من اللي يلتزم او يخالف هدي القوانين. تمام? نشأة القانون. كان موجود من ايام الحضارة الفرعونية والحضارة البابيلية. الحضارة الفرعونية. قوانين معت اتنين واربعين قانون. ودي قوانين. حمور راببان خدناها في اولى السنوي. هم مش كاتبين رقمها بس انا فكرة من اولى السنوي كانوا ميتين اتنين وتمانين او اتنين وسبعين قانون. كانوا قوانين كتيرة متميزة بشموليتها جميع جوانب الحياة بتتطبق في كل حاجة. اما بقى مصادر القانون بنحطه ازاي? عندي اربع مصادر. التشريع العرف الشريعة القانون. يا مكتوبة. يا حاجات عرفية مش مكتوبة. يا مبدئ الشريعة الاسلامية. يا قوانين السبتة التي لا تتغير مهما تغير الزمان او الايه? او المكان. طب انا عندي انواع القوانين ايه? قانون العام والخاص. العام بينظم العلاقة اللي الدولة طرى فيها. زي القانون الدستوري. اما الخاص بينظم العلاقة ما بين الافراد باعتبرنا افراد ومواطنين عاديين بقى زي القانون المدني وهكذا. طيب عايزة برضو افرق لك ما بين كم حاجة مهمة كده? عايزة اقول لك عليهم. آآ بص يا معلم. يبقى كده انت تفهم الفرق ما بين القانون وما بين الاخلاق وما بين سلطة كمان مهمة في حياتنا اسمها الدين. دول اهم ثلاث سلطات رادعين. الناس بتلتزم بيهم. وبيسعوا على تحقيقهم. بس هما في فرق فعلا ما بينهم. القانون مختلف عن الاخلاق ومختلف جدا عن الدين. طب يا مش ما تقولي لي الفرق ما بينهم. تعالي نعمل مقارنة ما بين التلاتة. القانون انا قلتلك بينظم العلاقة ما بين ايه? ما بين الافراد. صح? وبيحكم على السلوك الايه? الخارجي. مالوش والجزاء مادي. بينظم علاقة الافراد وبيحكم على السلوك الخارجي والغاية منه نافعية والجزاء مادي ولسه شرحين الكلام ده من خمس دقائق. طب الاخلاق هعكس كل الكلام. دي بتنظم علاقة الفرد بنفسه. قبل ما يكون بالاخرين. وبتركز على النواية والغاية منها. مساليها والجزاء معنوي. والجزاء ايه? معنوي. طب انت لو دخلتهم في بقارنة كده وحاولت القارن يا معلم. هتفهم الفرق. القانون معمول عشان ينظم علاقة الافراد ببعض. لكن الاخلاق بتنظم علاقة الفرد بنفسه قبل علاقته بالاخرين. يعني ايه علاقة الفرد بنفسه? زي ما اقولك كده انا بعتذر جدا على التأخير على الحصة. مش عشان انت هتقول لي حاجة عشان بحب احترم نفسي. تمام? وانا شرحت لك نيتي الداخلية ان بس حصل ظرفه وحصل زحمة وحصل معرفش ايه. فانت هنا لازم تعذر بالنواية او او يعني نحترم النواية بتاعة بعض مع ان القانون مش بيحترم النواية او بيركز على المظهر الخارجي بس. تمام? ودي حتة مثالية. انا والله عايز اكون نحترم وعايز احترم نفسي من نفسي. مش حاجة مثلا يعني اه هناك في القانون الغاية نفعية اللي هي النظام والاستقرار بتاع المجتمع. لكن هنا هي حتة مثالية الواحد عايز يبقى عنده حتة الرفع والكمال بيحترم ذاته وتعملاته اه اه من تلقاء نفسه من غير ما حد حتى يعاقبوه. وان كان القانون الجزاء بتاعه مدي. مدي يعني عقوبة بجد. هيتحكم عليك وهتتسجن. فالاخلاق الجزاء بتاعها معنوية زي تقنيب الضمير. انا زعلان انا انا غلط في حقك. انت زعلان مني. طب انا هحاول اصالحك. طب احنا هنطراضة. هي مش هتوصل لدرجة حتى نرفع لبعض قضية. ولا نروح محكمة. لان الاخلاق بتاخد جزاء معنوية اكتر. ان يحصل تقنيب ضمير او ان الناس مسلا ايه اه تحاول اه تعتزل لبعض. فهي ما لهاش علاقة بسلطة القانون اوي. فهم عكس بعض. يبا ده بينظم علاقة الافراد ببعض. ده بينظم علاقة الفرد بنفسه. ده بيحكم على المظهر الخارجي. ده بيحكم على النواية. هنا الغاية منه نفعية. هنا مثالية. هنا الجزاء مادي. هنا الجزاء ايه? معنوي. امال ايه بقى الدين يا معلم ده? الدين ده بينظم علاقة الانسان بمين بقى? بالله سبحانه وتعالى ودي اعلى سلطة عبيد. اكتر علاقة لازم تبقى منظمة قبل ما تخاف من الناس اللي حواليك او حتى من تقنيب ضميرك. لازم تنظم علاقتك بالخالق سبحانه وتعالى. ودي اهم حاجة ان انت تنظم علاقتك بربنا. تمام? والجزاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى قوي اوي. اقوى حاجة فيهم هم التلاتة. لان الجزاء في الدنيا. وكمان هتلاقيه مستنيك في الاخرى. لو عملت اي حاجة وحشة. هتلاقي ربنا ابتلك بشيء سيء في الدنيا. وكمان هيلاشفع فخادك لما تطلع الاخرى. لان الجزاء هنا مضروف في اتنين. عشان كده احنا منحترم علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى جدا. لان احنا منخف من ربنا. لان الجزاء كمان بتاع عقوبة ربنا مش موجود في الدنيا فقط. بل ايضا فين? في الاخرى معلم. يبقى انا كده اديتك تلات مقارنة ما بين تلات حاجات مهمين اوي. ده بينظم علاقة الافراد ببعض. بيحكم على المظهر الخارجي. الغاية منه نفعية والجزاء مادي. ده بينظم علاقة الفرد بنفسه. بيحكم على النواية. الغاية منه مثالية. الجزاء معنوي. ده بينظم علاقتك بالله سبحانه وتعالى. وده العقاب بتاعه مش موجود في الدورية فقط. بل ايضا موجود فين? في الاخرى. حلو الكلام. طيب استفدت ايه بقى من وجود القانون? وهنطلع من الدرس بتاع القانون ده. بارت تاني كده صغير اسمه الدستور. هكلمك عنه دلوقتي. بس ايه فويد? ان احنا نديكوا اصلا القانون والدستور. دي المعلومات اللي بقعوني اللي بقى. انت عادي بتهبت فيه. اكيد يعني الموضوع ده موجود عشان ينظم الحياة. وعشان يدعو الى حالة الامن والاستقرار. ويوفر لنا العدلة الاجتماعية. فطبعا وجود القانون والدستور من الحاجات المهمة جدا اللي بتنظم المجتمع فعلا. وبتوفر حالة الامن والاستقرار والعدلة الايه? الاجتماعية. مش امعلم? ده كده الجزء الاول اللي انا كنت عايزة اكلمك عن القانون بكل مجتملته. عايزة بقى احط حاجة تانية كده طالعة من الدرس ده. اسمها ايه? الدستور. هو ايه الدستور ده? اكيد سمعته عن كلمة الدستور قبل كده. صح? طب ايه اميس الدستور ده برضو? هو قوانين برضو بس قوانين ما لها بقى. بص لازم تركز على الكلمة دي قوي. قانون بيحدد الشكل الاساسي بتاع الدولة. القانون اللي بيحدد الشكل الاساسي بتاع الايه? الدولة. لانه كل دولة لها الدستور بتاعها والدستور ده حاجة مهمة جدا لانه بيحدد الشكل الاساسي بتاع الدولة. ماشا معلم? طب يا ميسي يعني ايه? الشكل الاساسي بتاع الدولة? يعني الدولة دي عملا ايه? نظام حكمها ايه? آآ قوانينها ايه? آآ مدة الحكم فيها ايه? شكل العالم ايه? ده الدستور بقى. طيب انا هنا في الدستور عايز اكلمك عن معلومة مهمة جدا وانا متأكدة انها جاية في الامتحال. يعني اكتب عليها الفينة اربعة وعشرين كده? تمام? لازم هتجيلك سؤال فيها. ميش? مالها بقى يا ميسي الحتة دي? تعال يا معلم كده نشوف مع بعض انواع الدستير وطرق عمل الدستير. دي اكتر حتة بتيجي في الامتحال. طيب نشوف يا ميسي مع بعض يلا انواع الدستير. ايه دي يا معلم انواع الدستير. هتتقسم من حيثه التدوين ومن حيثه حاجة اسمها التعديل. التدوين والاية برينز والتعديل. ميش يا ميسي. ايه من حيثه التدوين دي? في مدونة وغير مدونة. شرحوهم سهل جدا ما تقلقش. الفرق ما بينهم? المدونة دي اللي انا قلت لك عليها بتبقى مكتوبة بتضعها السلطات القانونية المختصة. فدي الدستير المكتوبة. ليه زي الدستور المصري بتاعنا. بتاع الفين واربعتاشر. لان ده مكتوب. وما لقيا غير مكتوبة دي? بتبقى عرفية. مش انا قلت لك قبل كده بقي في قوانين غير مكتوبة. بس الناس بتمشي بيها كأنها قوانين ملزمة. من كتر ما تعودوا عليها لفترة من الزمن. زي الدستور الانجليزي. لازم تبقوا عارفين دي عشان هتتسئلوا عليها واكيد مش هتفتكروها بالهبد. الدستور الانجليزي ده مميز منه الدستور مش مكتوب. المصري بتاعنا مكتوب عادي. هو الفرق ما بينه مكتوب ومش مكتوب. وما لقيا ميس من حيثه التعديل. في ده ستير مارينا. وفي ده ستير جامدة. طب ايه يا ميس الفرق ما بين الكلمتين بتاع مارينا وجامدة مارينا دي مقصود انها بتتعدل بسهولة. تمام? زي ايه? زي الدستور الانجليزي. هو اصلا يعبيت مش مكتوب فبالتالي تعديله ممكن يكون سهل جدا لانه هو اصلا مش مكتوب. دي قاعد عرفية الناس متعود عليها وبيشتغلوا بيها. فلو قاعدوا بالحب كده اتفقوا مع بعض ان هما يغيروها مش تحصل اي ازمة لانها اصلا مش مكتوبة. فانت حفظها كده الانجليزي وكانت هنا برضو مكتوبة في المارينا انه بيتعدل بسهولة زي الدستور الانجليزي. طب ايه الجمدة دي? قالك دي بقى بتاخد اجراءات اشد تعقيدا في تعديلها. بتاخد اجراءات اشد تعقيدا في ايه في تعديلها? زي الاتحاد الاسترالي الفدرالي. الاتحاد الاسترالي لايه? الفدرالي. طب يا ميس ليه بتقولي انها بتاخد اجراءات معقدة? بوستي حاجة هتلاقيكوا عارفينها من الجغرافية. عارف لما بتبقى في حاجة فيها ولايات وكل ولاية لها حاكم. فطبعا اعمل ما أنا هاخد رأي الناس دي كلها على حاجة وهيتفقوا كلهم عشان نقدر نعدلها أكيد الموضوع ده هياخد وقت طويل وإجراءات معقدة فلما بتبقى زي الاتحاد الأسترالي الفيدرالي أو الولايات المتحدة أو الحاجات دي بالتالي أعبال مسأل كل دول ويتفقوا على حاجة معينة عشان أتم أو أعمل التعديل أخد إجراءات معقدة ووقت طويل فمعنى كده أن أنواع ده ستير المكتوبة زي الدستور المصري بتاعنا ومش مكتوبة العرفية اللي هي زي الدستور الإنجليزي والمارينة اللي بتتعدل بسهولة وبناخد رأي الناس وبنعدلها وهكذا فدي زي الدستور الإنجليزي لكن الجامدة بتاخد إجراءات أشد تعقيدا زي الاتحاد الأسترالي الفيدرالي طب إيه تانية ميس هقولك على معلومة برضو مهمة جدا طرق عمل الدستير تمام خلي بالك في طرق ديمقراطية جدا وفي طرق مالها غير ديمقراطية بالمرة في طرق ديمقراطية وفي طرق غير إيه غير ديمقراطية طب إيه الفرق ما بينهم بص يا معلم ركز عشان بتوهش الديمقراطية حاجة اسمها الجامعية التأسية وإيه تاني ديمقراطي الاستفتاء الشعبي نحفظ الأسامي باع بإذنكم طب الغير ديمقراطي دستور اسمه التعاقد ودستور تاني اسمه المنحة والاتنين دول غير ديمقراطيين بالمرة طب ليه ميس دول مش ديمقراطيين هقولك حالا الشرح التفصيلي بتاعهم الجامعية التأسيسية دي إن احنا نجيب مجموعة من رجال قانون زي نواب كده يعملوننا الدستور تمام وده اتعمل في سوريا 1850 هتلاقيك خدتها في التاريخ إن هم كان عندهم زي جامعية كده تأسيسية مفروض إن هي بيبقى رجال قانون طب ليه ديمقراطية عشان رجال دول من الشعب خايفين على مصلحة الدولة بيتجمعوا بيعدوا القوانين وبعد كده بيبقى في دستور بنشتغل به طب بص الطريقة اللي جنبها الاستفتاء الشعبي بنجيب برضو نواب عننا يعملوا الدستور هتقول لي طب ما أنا كده اطلق بط الاتنين زي بعض لا بعد ما بيعملوا بيتم عرضوا على الايه على الشعب اللي هو بيسموه استفتاء بنعم أو لا فالناس تقول نعم أو لأ طب لو قالوا نعم خلاص نشتغل به طب لو قالوا لأ كأن ما تعملش أي حاجة فأنا أعتقد إن دي من أكتر الطرق الديمقراطية وهي دي الدستور المصري بتاعنا بتاع 2014 هو معمول بالطريقة بتاعت الاستفتاء الايه الشعبي فاهمنا معلم يبقى واحد جماعية بسه بنشتغل بيه على طول لكن التاني بعد ما الجماعية بتعمله بنعرضه على الشعب عشان يستفتوا عليه بنعم أو لا لو قالوا نعم بتشتغل بيه طب لو قالوا لأ كأن ما تعملش خالص ولا نقدر نشتغل بيه لأن هو اسمو استفتاء شعبي فاهمني يبقى واحد جماعية تأسيسية واحد استفتاء ايه شعبي اوعى تنساه حلو الكلام يبقى ده جماعية بتنوب عننا زي سوريا لكن ده نواب وبعكية بتعرض على الشعب عشان يستفتوا عليه بنعم أو ايه او لا طب الغير ديمقراطي قالك اسلوب التعاقد يعني ايه تعاقد يا ميسي يعني تعاقد يتم بين الحاكم والشعب هتقول لي الله طب ما كده ديمقراطي بس يهبل اي دستور في الدنيا لو دخل فيه الحاكم هيسيب لنفسه صالحيات على حساب الشعب فده هيخليه مش ديمقراطي لازم الدستور يتعامل كله عن طريق الشعب ورجال القانون اللي هم من الشعب ما يخشش فيه الحكام لانه لو دخل فيه الحكام زي اسلوب التعاقد ده يصبح غير ديمقراطي فما تفرحش بكلمة التعاقد انه هو ما بين الحاكم والمحكمين وتقول الله ده حاجة حلوة بالعكس ده بيخليه دستور غير ديمقراطي ده اتعمل في العراق 1925 حلو الكلام يبقى سوريا مصر عراق سوريا مصر ايه؟ عراق طب ايه اسلوب المنحة ده؟ ان الحاكم يعمل الدستور ويدي منحة للشعب يعني حتى هنا ما خدش رأي الشعب ولا حصل تعاقد ده هو عمله كله ولا هم خدوا الخزوق ده لان اكيد دي مش هدية عادية دي مش منحة عادية دي اكيد خزوق عمله للشعب لان هنا اللي عمل الدستور كله مين؟ الحاكم دون ان يعرض حتى او ياخد فيه رأي الشعب في حاجة فده اتعمل فعلا في فرنسا 1814 كان فيه حاجة كده اسمها منحة من الحاكم للمحكمين وده طريقة غير ديمقراطية يبقى انت فاهم بقى ان لو انا جبت نواب عملوا الدستور دي جماعية تأسيسية وده حلو جبت نواب وعرضتوا على الشعب ده استفتاء شعبي وده حلو جدا اما اذا تم تعاقد بين الحاكم والمحكمين يبقى الحاكم هيسيبنا نفسه صلاحيات فده يبقى وحش ويبقى طريقة غير ديمقراطية بالمرة وتعمل في العراق 1925 اما بقى لو كان منحة من الحاكم فاخدوا الخزوق ده فاكيد ده غير ديمقراطي برضو ما دفرحشوا كلمة منحة في الامتحان وتقول الله اكيد منحة دي معناها هدية بقى ده دستور حلو بس ياهبل هي مش بالسنس احنا قايلين ان ده طريقة غير ديمقراطية لان الحاكم بيعملها حتى من غير ما يعرض حاجة عالشعب وده اللي حصل في فرنسا 1814 انتفقنا همعلم دي كل انواع اه او يعني انواع دستير وطرق عملها سواء كانت الديمقراطية او الغير ديمقراطية هناخد معلومة كمان ليه علاقة بالموضوع ده لا هنرجع بقى للشيت عشان هقرأ معكو الدستور وينو الشيت سو اوكي عايزة الشيت اهو يا ولاد بص احنا ماشيين مع بعض بقى من الاول اهو عرفنا الاخلاق وعرفنا القانون وقلنا مراحل القانون وقلنا خصائص القانون ومصادر القانون وفروع القانون ماشي جينا الناحية دي اتكلمنا على الفرق ما بين القانون والاخلاق والدين قلنا الدستور هو القواعد الاساسية اللي بتحدث شكل الدولة وهم الاتنين مهمين عشان الاستقرار والعدالة والنظام الانواع كم فيه المدون والغير مدون المرن اللي بيتعدل بسهولة والجامد اللي ما بيتعدلش اه هنصلح بس هنا في الجامعات التأسية سوري الف تمنمائة وخمسين عشان دي بكتوب غلط تمام? اسلوب الاستفتاء الشعبي والتعاقد والمنحة كل ده الصفحة دي خلصناه ماشي ايه هنا هنبص على مواد الدستور بتاعتنا عشان نخلص الجزء بقى الاخير في الدرس ده بص يا صديقي الصدوق هو انا لو عايزة اعمل تعديل في الدستور ينفع? ينفع يا قلبي اي حاجة انت عايزة بتتعامل عادي طب نعمل تعديل في الدستور ازاي؟ بنطلب ايه التعديل يتوافق على التعديل ويعدوا ايه التعديل وناخد قرار نهائي بيه نصر قلت ايه؟ بنطلب ايه التعديل يتوافق على التعديل ويعدوا ايه التعديل وناخد قرار نهائي بيه دي الطريقة اللي في اي مكان ينفع نعدل الدستور بيعملوها بنطلب تعديل الدستور بيتوافق على التعديل بنعد الجديد وبناخد قرار نهائي بالعمل بيه ممكن واحد يكون عايز يسألني طب انا زي بطلب التعديل زي ما حصل في مصر مثلا كان فيه صورات ومظاهرات ومجل الشعب وحاجات وطلبات وهكذا فبنطلب التعديل بس لازم يتوافق على التعديل ويعد الدستور الجديد وناخد الاقرار النهائي بالعمل ايه بيه فدي مراحل تعديد الدستور اقتراح التعديل الموافقة على التعديل اعداد الجديد واقرار نهائي بالعمل بيه مش عارفة بقى هو حطتلكو كمان مواد الدستور بتاع مصر بتاع 2014 يعني على اساس ان انتو بقى تبقوا ايه مثقفين وعارفين الدستور بتاعكو بيتكلم عن ايه فهو لو كان بس خد خبر انتو شبذكرين المواد الاساسية ما كانش حطتلكو المواد بتاعت الدستور فتعالي هنقراها كده من باب الاحتياط هي ايه مواد الدستور متقسمة لست ابواب احنا عندنا 247 مادة ماشي 47 مادة قانونية اه متقسمة على ست ابواب طب ما تيجي نشوف الست ابواب دول بيتكلموا عن ايه معلم بص يا برينز عندي اول باب بيقولك ان مصر وطن خالد المصريين يقوم على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة معلش تركز معايا كده عشان ما تحترش في حاجة مصر دي بتاع كل المصريين وفيها طبعا طبعا ديمقراطية قوية جدا وتقوم على التداول السلمي للسلطة عايزة بس اوضح ان ايه كلمة التداول السلمي للسلطة بالذات بتاع علمي لو مش عارفينها التداول احنا بنرحب بيكو طبعا انا بسوطة جدا ان احنا التقينا في اي التقاء كده يجمعنا في التربية الوطنية هيجي حتى بعد شوية كده هنغني فيها عايزة تعيش معنا وروح الادبية يعني يا ميس طيب التداول السلمي للسلطة التداول السلمي للسلطة دي معناها ان الحك ينتقل من حاكم لاخر بالانتخابات النزيهة بالانتخابات الايه النزيهة فطالما احنا طبعا دولة ديمقراطية بقى ومصر بتاعت المصريين اذا لازم يحصل تداول فعلا للسلطة وان الحكم ينتقل من ايد الى حاكم لحاكم طبعا بطريقة انتخابات نزيهة طب الباب التاني من مادة سبعة لخمسين بيقول ايه ان الدولة اساسها لأسرة يعني الدولة بيبقى فيها أسر زي ما انت بتقدر في علم الاجتماع ان بيقى فيه تجمع اما بين الافراد وتفاعلوا كده وتقوم مصر على عدالة اجتماعية تكافؤ فرص تنمية مستدامة عدالة اجتماعية تكافؤ فرص تنمية مستدامة الاسرة هي اساس المجتمع وفي ايه في عدالة اجتماعية تكافؤ فرص تنمية مستدامة عدالة اجتماعية تكافؤ فرص تنمية مستدامة يعني عدالة يعني الناس سواسية وتكافؤ الفرص معناها ان ما فيش رشوة ولا محسوبية وكل واحد ممكن يوصل لفرصة العمل اللي هو محتاجها بمنتهى الأمانة والنزاهة والمصدقية والتنمية يعني أن أنا حاس المستويات المادية والمعنوية بتاعت الدولة باستمرار يبقى لو بصيت على المادتين تاني المادة الأولى كانت بتقول أن مصر وطن المصريين في ديمقراطية وتدول سلطة التانية بتقول أن المجتمع فيه أسرة وعدالة اجتماعية تكافؤ فرص تنمية مستدامة الباب التالت سهل بيتكلم عن حقول الحريات العامة من مادة تقريباً واحد وخمسين لتلاتة وتسعين مش لازم الأرقام سوى بيقوم على الحقول حريات أنت ليك حقوق مثلاً زي الإقامة التنقل الزواج المعيشة آآ ليك حريات رأيك عقدتك عليك برضو واجبات تدفع الضرائب لو ولد بيخش الخدمة العسكرية والانتخابات فهي دي الحقوق الواجبات العامة بتاعت الدولة فدي سهل الباب التالت طب الباب الرابع بيقولك أن احنا دولة قانون ومفيش عقوبة بتتطبق على حد إلا بحكم قضائي مصر مالها دولة قانون يا برينز ومفيش أي عقوبة بتتوقع على حد إلا بحكم قضائي يعني أنت مثلاً لو في زوبيت رقب عليك في الشارع ما تيلاش هو أنت مش هينفع يتحكم عليك إلا ما يكون في حكم من محكمها لأن احنا دولة قانون مش دولة ماشية بأفراد كده وخلاص احنا قينانا كان مصر الديموقراطية فاحنا دول القانون وما فيش عقوبة بتتطبق على حد إلا بحكم قضائي وده من 94 لحد 100 نرجع تاني يبقى مصر فيها ديمقراطية وتدول سلمي للسلطة وكمان فيها أسرة وعدالة اجتماعية تكافئة فرص المية مستدامة الباب الثالث حقوق حريات الباب الرابع مصر بدول القانون وما فيش عقوبة تتطبق على حد إلا بحكم قضائي طب الباب الخامس سميس ده سهل برضو اكتبوا عليه مهم ده عارفينوا انتم في الجغرافيا أو في التاريخ ان مصر فيها ثلاث سلطات تشريعية تنفيذية قضائية تشريعية تنفيذية قضائية لا 100 و1 تقريبا 100 لـ 21 بيقولك ان احنا عندنا ثلاث سلطات تشريعية تنفيذية قضائية وده الباب الخامس وده المهمين قوي واحدة بتسن القوانين والتنفيذية بتنفذ زي الحكام وزي الرؤساء والقانونية دي بقى القضائية يعني بتفض النزاعة ما بين الأفراد لو حصل النزاعة ما بين السلطتين اللي فاتوا أو ما بين أي سلطات في الدولة تمام؟ يبقى ما تنساش ان احنا في الباب الخامس عندنا ثلاث سلطات تشريعية تنفيذية قضائية تشريعية تنفيذية قضائية وفي الباب السادس والأخير بقى اللي هو من 222 لحد 247 دي اخر مواد خلاص بيقولك ان مصر مالها بقى فيها احكام عامة وانتقالية وشكل العالم وطريقة تعديل الدستور دي بقى الاحكام العامة اللي هي زي شكل العالم وطريقة تعديل الدستور وكده دي اهم بنود ان مكتوب عندنا قول ما تفتح الدستور بتاعنا ان احنا مثلا العالم بتاعنا ابيض وحمر في سود مدة الحكم معرفش اربع سنين لازم الحاكم يكون كذا العاصمة بتاعتنا القاهرة فدي بيسموها الاحكام العامة والانتقالية وشكل العالم وطريقة تعديل الدستور احكام العامة والانتقالية شكل العالم وطريقة تعديل الدستور يبقى انت خلصت كده معلم ديمقراطية وتدول السلطة باب الثاني عدالة اجتماعية تكافؤ فرص تنمية مستدامة التالت حواريات الرابع مصر دول القانون وما فيش عقوبة تتطبق على حد الا بحكم قضائي الخامس السلطات تشريعية تنفيذية قضائية السادس والاخير الاحكام العامة والانتقالية وشكل العالم وطريقة تعديل الدستور في حاجة اخيرة بقى في البيئة الدرس ده وهو اطول درس واخش في التاني حالا وهلمهولك على طول مش هطول عليك عشان تلحظ تسمعها بصوا معلم في حتة كده وقع من الدرس ده اسمها المحكمة الدستورية العولية ايه دي يا ميس دي كده جهة قضائية مستقلة اللي مسكها كان حد اسمه عدلي منصور واكيد انتوا سمعتوا عنه في الوقت اللي مصر كانت فيه في مرحلة انتقالية هو اللي كان مسك رئاسة الدولة او كان مكان رئيس الجمهورية يعني تمام ماله طيب الراجل ده والمحكمة بتاعته ايه دي اعلى جهة قضائية في الدولة ومستقلة عن القضاء العادي واختصاصاتها مختلفة حتى عن القضاء العادي بتبقى عبارة عن رئيس محكمة زي عدلي منصور ومعه تلات نواب بتعقد في القاهرة ولما بيجي يتعين الرئيس ده بيتم اصدار قرار تعينه من رئيس الجمهورية مش اي حد بيعينه لان هو جهة قضائية عليا تمام يبقى مكتوب ان هي جهة مستقلة قرها القاهرة وممكن تنعقد في اي مكان تاني في الدولة لو حصل مثلا اي ازمة ولا حاجة والمقر ده الحرق او حصل في اي حاجة تؤقت في اي مكان تاني في الدولة فهرا وهي عبارة عن رئيس مجموعة من النواب وبيصدر قرار تعينه لازم من رئيس الجمهورية مش اي حد بيعين الشخص اللي بيمسك السلطة القضائية العلية دي لانها محكمة خطر جدا حتى اختصاصاتها مختلفة عن المحاكم العادي ليه ميز بتعمل ايه اولا يعني زي ما تقول كده بتشرف على دستورية القوانين هي اسمها محكمة دستورية ليه؟ لانها related بالدستور مش محكمة وخلاص بتفض النزاعات ما بين الافراد لا هي بتشرف على دستورية القانون ان القانون ده فعلا الدستور يكون بيتطبق وبيتطبق صحه وما بيتحرفش ويبقى ماشي مظبوط ومعتدل وتاني حاجة بتفض الخلاف او بتفسر اي مادة في خلاف عليها يعني مثلا لو فيه نص قانوني كده الناس مختلفة في تضيقه يعني مثلا فيه مادة قانونية انا فاهمها كذا وقادي مثلا تالي فاهمها كذا فهم دلوقتي حصل خلاف او جدل على تفسير المادة دي او تطبيقها بيرجعوا لمين؟ بيرجعوا للمحكمة الدستورية العليا لان هي من اختصاصاتها انها تفسر المواد اللي فيه جدال عليها وكمان ليه اختصاص مهم جدا انها بتفض النزاعات ما بين حكمين قضائيين نهائيين الفصل ما بين جهات قضائية والفصل ما بين حكمين نهائيين متنقضين تخيل مثلا واحد كده ايه؟ المحكمة الدت له اعدام ومحكمة الاستقناف الدت له براءة فالحكمين كده متنقضين تماما فلو هم بشكين ان فيه حد درتاشة او فيه لعبة او فيه تزوير في حاجة بيلجأوا لها شان هي اللي بتفصل ما بين حكمين قضائيين متنقضين او نهائيين فهي اختصاصاتها غير بقى ان انا اقولك بتفض النزاعات وبتحكم بالعطل لا 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 ده هي بتشرف على دستورية القوانين بتفصل المواد اللي فيه خلاف عليها وبتفصل القول ما بين حكمين قضائيين متنقضين او نهائيين اتفقنا كده فدي بتاعة عدلي منصور افتكرها المحكمة الدستورية الايه؟ العليا ولا لسه ايلالك الدستور وال247 مادة اللي متقسمين على ستة ابواب بيتكلموا عن ايه بالزبط وبكده عزيزي المستمع يبقى الجزء الاول خالص هذا الخلق على الجزء التاني حال انا هو وهتلاقيه اسهل كمان بتاع نشوف بيتكلم عن ايه هنتكلم عن ايه يا معلم دلوقتي الجزء التاني بتاع الديموقراطية اسئلة هنحلها مع بعض في اللايف عشان نلاقي بقى حاجة تانية نرجعها مرة تانية ايه الديموقراطية دي يا ميسي؟ والله ده الدرس التاني بقى بعد ما احنا خلصنا خلاص القانون والدستور وقفلنا بانواع الدستير وطرق اعمالها وايه الدستور المصري بتاعنا والمحكمة الدستورية العليا هكلمك عن حاجة تانية في المواطنة مهمة جدا اسمها الديموقراطية يعني ايه ديموقراطية؟ كلغة هي كلمة مكونة من مقطعين ديموقراطي بمعنى حكم عامة الشعب كلمة مكونة من مقطعين ديموقراطي بمعنى حكم عامة الشعب حكم عامة الشعب واستلاحيا بقى لو انا عايزة عرف كلمة الديموقراطية هقول عليها ايه؟ حق الشعب في اختيار مانيان وبعنو برلمانيا او رئسيا حق الشعب في اختيار من ينوب عنه برلمانيا او رئاسي طب حق الشعب في اختيار من ينوب عنه برلمانيا او رئاسي طب حق الشعب في اختيار من ينوب عنه برلمانيا او رئاسيا يعني الشعب له حق في انه يختار سواء كان النظام بتاعنا برلماني او رئاسي او شبه رئاسي وانتو عارفين الكلام ده من الجغرافيا احنا لينا حق في اختيار من ينوب عنينا عشان تبقى الدولة دي فعلا دولة ديمقراطية زي ما هم وصفوها ان مصر دولة ديمقراطية في الدستور خلاص يبقى انت عارف انها كلمة مكونة بمقطعين ديمقراطية حكم عامة الشعب واصطلاحها تعني حق الشعب في اختيار من ينوب عنه برلمانيا او رئاسيا بص حتة عبيطة كده تقرأها مع بعض قالك الديمقراطية ليها علاقة بالحرية وليها علاقة بالمواطنة تخيل واحد دلوقتي يقول لي يعني ايه مواطنة يدى اسم المادة بتاعتنا المواطنة يعني ان انت تبقى مواطن واخد حواك في الدولة فبقولك الديمقراطية لها علاقة بالمواطنة قلت له ليه قال لي والله قص الديمقراطية مفروض توفلك ان انت تبقى مواطن يعني بتاخد كل حقوقك بغض النظر عن العرق عن الاصل عن الدين كلنا سواسية يعني فهو فعلا يعني الديمقراطية بتوفلك مبدأ المواطنة كاملة ان انت تاخد حقك من غير ما يميز ما بين واحد والتاني بالجنس او بالدين او بالعرق او بالاصل وكما خايف اقول والله مين اللي قال ارستو الله يخرب بيت امه داخل في كل حاج قال ايه المواطن الحق هو مواطن الديمقراطية قال لأ وهو النبي حرصه كان ديمقراطي اوي ارستو هابتع العبيد ما تنسوش قال ايه المواطن الحق هو المواطن فعلا اللي يعيش في ايه في ديمقراطية فدي مقولة هو قالها ان فعلا الديمقراطية بتدينا المواطنة الكاملة ان انت تاخد كل حقوقك بدون تمييز والمواطن فعلا الحق هو اللي يتقال عليه مواطن امتى لما يبقى واخد كل حقوقه في الدولة طب ايه علاقتها بالحرية ان الديمقراطية بتتيح ليك الحريات العامة الرأي العقيدة النشر التنقل التجارة العمل الحريات الشخصية وجاء واحد فيلسوف عندنا برضو اسمه روسو واخدينه انتو فين يا بهوات واخدينه في الباب بتاع التفلسف كان بيتكلم عن الحرية كان بيقول ان الانسان بتولد حرا وان هو بيفضل الحرية ايه ولكن الانظمة بقى السياسية بتقيدنا بالقيود يعني ايه شايف ان احنا بتولد احرار من بطول امهاتنا بس بيجي بقى فيه الانظمة الفاسدة اللي بتقيدنا بالقيود او بتسلبنا حريتنا فطبعا دي معلومة هابلا الديمقراطية بتخليك مواطن وبتخليليك حريات وحقوق بتمارسها عادي في الدولة وان انت مولود اصلا حر لكن الانظمة العرة السياسية الوحشة هي اللي بتبدأ تقيدنا بالقيود هروح اكتب حاجة بس كده مهمة وهنرجع نكمل قرية الحاجات العبيطة الحتة دي مش عبيطة فانا هكتبها كده بنزاب معاك عشان تثبت معاك يلا بينا نشوفها بص يا معلوم بقى مراحل مراحل نشأة الديمقراطية عشان دي حتة بتلقبط بس شوية فعايز الفت نظرك لحاجة عشان بتبقاش بتقراها وانت شفاهم الفرق اول مرحلة للديمقراطية هي الحضارة المصرية برضو القديمة وبعد كده الحضارة البابلية او العراقية وبعد كده جات الحضارة اليونانية وبعدها جات الحضارة الاسلامية تمام؟ واخر حضارة كانت العصر بقى الحديث دلوقتي اللي هو حياتنا اللي احنا عايشينها في القوينة الاخيرة طب ايه الفرق في الشرح؟ الحضارة المصرية القديمة كان عندهم اول نظام سياسي كان قائم على مركزية القرار لا مركزية التنفيذ وكانوا لما بيحكموا ما بين الناس بيحكموا بالعدل تطبيقا لوصايا الملك بتاعهم اللي هو بتاح حض بتاح ايه؟ حض عايزة فاهمك بس اين مقصود الكلام الغريب الموجود في الكتاب ده؟ زمان كان في اول نظام سياسي ظهر في الحياة عند الفرعنة كانوا ديكتاتوريين شوية في طريقة اخذهم للقرارات كان بياخدها الحكام والملوك بس لما كانوا بيجوا ينفذوها على الشعب كانوا بينفذوها طريقة ديمقراطية وبيعدلوا ما بين كل الناس وما بيفرقوش ما بين واحد والتاني عشان كده بيقولك كان فيه مركزية شوية في اتخاذ القرار لكن ما كانش فيه مركزية في التنفيذ بالعكس كانوا بيحكموا بالناس او بيعدلوا ما بين الناس وبيحكموا بالعدل وده كان تطبيقا لوصايا الملك بتاعهم بتاع حضب ما كانوش بيزعلوه كانوا فعلا بيمرسوا حتة الديمقراطية في تنفيذ القرارات وانا ما فيش حد احسن من التاني في الشعب كله فعشان كده بيقولك ده كان عندهم اول نظام سياسي خلي بلك بقى في الحضارة العراقية بتتقال كده اول تجربة ديمقراطية اول تجربة ديمقراطية عرفت بالديمقراطية اعتقد هيجبولكو حتة البدائية دي عرفت بالديمقراطية البدائية ظهرت فين ظهرت في العراق وبدأت كلمة الديمقراطية والحرية تظهر عندهم في النصوص والوسائق والقوانين بتاعتهم لاول مرة حلو الكلام ففيه فرق بقى خلي بلك في الحل ما بين كلمة اول نظام سياسي واول تجربة ديمقراطية اول نظام سياسي بيعود الحضارة المصرية القديمة لكن اول تجربة فيها ديمقراطية تعرفت بالديمقراطية البدائية وبدأت كلمة الديمقراطية تظهر صريحة في الوسائق والنصوص والقوانين بتاعتهم كان في العراق مش في مصر القديمة لأن دول كان عندهم نظام ديموقراطي لكن دول كان عندهم أول تجربة ديموقراطية عرفت بالديموقراطية البداية زي ما بقولك كابرينز أماليليونان كانوا قصة أقوى بكتير لأن هما كان عندهم فعلا حياة ديموقراطية بالمعنى الحقيق شوية إيه اللي خلي عندهم ديموقراطية بالمعنى الحقيق أو بالمعنى الصحيح جيوا واحد اسمه سولون لغى تجارة العبيد لغى تجارة الايه العبيد بتوع الفلسفة كلهم عارفين ان في الوقت بتاع اليونان ده كان في عبودية فدي حاجة ضد الديمقراطية فجي واحد اسمه سلون لغى نظام العبيد لانه طبعا يتعارض مع الديمقراطية جي واحد اسمه جي واحد اسمه بريكلس الراجل ده عمل دستور لأول مرة سمح للناس بالمشاركة في الحياة السياسية بالمعنى الحقيقي فطبعا هنا الديمقراطية اطورت اكتر زي ما انت شايف عشان كان فيه لغاء تجارة العبيد على اياد سلون وريكلس اللي هو عمل اول دستور سمح للناس بالمشاركة في الحياة السياسية بالمعنى الايه ايه الحقيقي فهمني يا معلم يبقى دي اول نظام سياسي دي اول تجربة ديمقراطية عارفت بالديمقراطية البدائية دي ديمقراطية اقوى ليلغاء تجارة العبيد ولي كمان عمل دستور لأول مرة يسمح للناس بالمشاركة في الحياة السياسية امنا الحضارة الاسلامية بقى اه كان ايه دورها في الديمقراطية الرسول عليه افضل السلاة والسلام كان معروف عنه مبدأ الشورى فكان هو بيقبل التعددية والاختلاف والتسامح والمساواة ودي مبادئ الشورى بتاعت الرسول وكان ما بياخدش اي قرار الا لما يشاور الناس فيه عشان كده كان فيه مقولات او ايات واحديث وشورهم في الامر والامر شورى بينهم عشان مبدأ الديمقراطية قد ايام الرسول كان معروف باسم الشورى تمام وهو كان بيتطفق مع مبادئ التعددية والاختلاف والمساواة والتسامح وكان احلى صور الديمقراطية زي ما انت شايف اللي جسدها الرسول عليه افضل الصوت والسلام ومال ايه العصر الحديث بقى احنا دلوقتي عايشين اقوى حاجة في الديمقراطية لان احنا ماشيين بنظريات العقد الاجتماعي هدول يميسي يعني ايه عقد ان بنعمل اتفاق قوي ما بين الحاكم والمحكمين والاتفاق بيكون كالقاتي احنا اخترناك عشان توفر لنا الديمقراطية طب فريد انت طلعت وحش هنسحب الثقة منك عشان ممكن نخرج عليك ونخلعك عادي من مكانك احنا اللي اخترناك ببنود وبشروط لو انت منفستهاش واجب علينا الخروج عليك وخلعك وكمان من صور الديمقراطية ان احنا عاملين فصل ما بين السلطات التلاتة اللي هي التشريعية يا معلم والتنفيذية والقضائية التشريعية والتنفيذية والايه والقضائية والفصل ما بين السلطات التلاتة ده مهم جدا في تدعيم الديمقراطية يبقى انت بص احنا دلوقتي بقى عايشين اقوى صور الديمقراطية اللي هي بتتمثل في ايه ان يا معلم احنا اللي بنختار الحاكم لما بنلاقيه وحش وجب علينا الخروج عليه وعزله وسحب الثقة منه وعملين كمان فصل ما من السلطات التلاتة التشريعية والتنفيذية والقضائية عشان التلاتة يرقبوا بعضه لما حد يعق يلاقي حد يحزبه فدي احلى صور الديمقراطية اللي انت ممكن تشوفها في الدنيا اللي هي موجودة دلوقتي في العصر الحديث طيب لو ترجع للشيء التاني عشان تحس ان الكلام متطابق وان انت معي اين مش تايه بص يا معلم انا قرتهم لك او كتبتهم لك بنظام حضارة مصرية القديمة كان عندهم اول نظام سياسي كان فيه مركزية شوية في القرارة بس ما كانش فيه مركزية التنفيذ وكان فيه سلطة قضائية فكان لها استقلال عن الملك والحكام وكده عشان لما حد فعلا ما يطبقش العدالة او كده نقدر نحاكمه وده كان تنفيذا لوسائق الملك البتاعهم او الحكيم بتاعهم اللي اسمه بتاع حض حلو الكلام والحضارة العراقية كان عندها اول تجربة ديمقراطية اتعرفت بالديمقراطية البدائية وظهرت كلمة الحرية في القوانين والحقوق والحريات لأول مر اليونان ظهر اول نظام فعلا ديمقراطي ماشي خلي بالك دي كان اسمها اول تجربة ديمقراطية لكن دي نظام بقى ديمقراطي بالمعنى الصحيح لان سولون جي لغى تجارة العبيد وبعد كده جي بريكلس عمل دستور بالمعنى الصحيح اتاح المصريين او المواطنين سوري بالمشاركة فيه الامور السياسي بعد كده جات الحضارة الاسلامية الشورى الاسلام ساعد على ظهور الديمقراطية اكتر ومبدأ الشورى وقيم التعددية والاختلاف والمساواة والتسامح وهو الانسان فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ اي امر في الدولة الا بمشاورة الجميع فيه اما في العصر الحديث بقى بقى عندنا نظرية اسمها العقد اتفاق بين الحاكم والمحكمين احنا هنختارك عملت لعليك شكرا هنخرج عليك ونسحب الثقة ونخلاعك وعملين كمان فصل ما بين السلطات التلاتة التشريعية والتنفيذية والايه والقضائية طب ايه خصائص الديمقراطية دي بقى شوية معلومات هب تخدها معايا كده بالحفظ بسرعة ايه خصائص الديمقراطية يلا بينا مسواة حرية رأي الاغلبية مسواة حرية رأي الاغلبية وتدول السلطة وتعقد المبنية على الترى دي ما بين طرفي العاقدة وتدول السلطة وتعقد المبنية على الترى دي ما بين طرفي العاقدة خصائص يعني صفات الديمقراطية اننا نلاقي الدولة فيها ايه مسواة حرية والحكم دايما للاغلبية طب ليه مش لاغقلية هتسيب لاغقلية عبيت هي اللي تنشينا يا عبيت لأ الاغلبية يعني الشعب اللي ماشي نفسه هي دي الديمقراطية اللي بجد تدول السلطة شرحت لكم شوية ان الحكم ينتقل من ايد حاكم لحاكم بانتخابات نازيها عشان نبقى دولة فعلا ديمقراطية ويبقى فيه تعاقد مبني على الترى دي ما بين طرفي العاقد مين طرفي العاقد دول؟ الحاكم والمحكمين بس بكتبلك بالقضية دي بجيبلك عم ألوان معلش معلش اكتب انت الحاكم والمحكمين بمعنى ان انا يا عم ولتك حكمي اتلم بقى وحكمنا عيد المحاكم تناش عيد الاكسن بلا نخلع امك متقرفناش بقى يا حاكم يبقى كده يبقى فيه ترى دي خدوهات ما بين الحاكم والمحكمين ومن هنا اسمع السقفة معايا وكل يقول معايا خصائص الديمقراطية مساواة حرية رأي الاغلبي ها مساواة حرية رأي الاغلبي وتدول السلطة وتعاقد المبني على الترى دي ما بين طرفي العقد اخر حاجة مساواة حرية رأي الاغلبية تاني مساواة حرية رأي الاغلبية وتدول السلطة وتعاقد المبني على الترى دي ما بين طرفي العقد برافو عليك طب ايه اهمية الديمقراطية هابدو برضو انها بتوفر لنا ايه حول انسان التنمية والرخاء الاستقرار والمشاركة المجتمعية ايه اللي هو يعني انت لو قاردتهم كده هيجوا معاك بالهبد جدا الديمقراطية بتوفر لنا حقوق الانسان طبعا مهانت دولة ديمقراطية هتنتظر ان يبقى فيها ايه حقوق انسان في رخاء في ابداع وابتكار في مشاركة في حرية طبعا لان اكتر حاجة الديمقراطية ريتت بيها الحرية والاستقرار في الدولة يبقى بص كده حقوق الانسان ابداع وابتكار تنمية ورخاء مشاركة حرية استقرار مشاركة حرية استقرار مشاركة حرية استقرار يبقى حقوق الانسان رخاء ابداع وابتكار مشاركة حقوق الانسان رخاء ابداع ابتكار مشاركة حرية واستقرار حقوق الانسان ورخاء ابداع ابتكار ومشاركة حرية واستقرار دي اهمية الديمقراطية ودي حطة عبيطة هنقفل الدرس بقى باخر حتتين ودول مهمين أو آخر 3 حتات مهمين جدا دول اللي بيجوا أكتر يعني الخصائص والأهمية سهلين ممكن نيجوا معاك عادي بالسنس كده تعال نشوف بقى مقاومات الديمقراطية إيه الحاجات اللي أنا لو شفتها أعرف إن الدولة دي فيها ديمقراطية أول حاجة حقوق الإنسان لو أنت بتدور جوه دولة وعايز تعرف أنا دلوقتي مثلا في دولة كذا هي ديمقراطية ولا لا دور أول مقوم حقوق الإنسان هناك علاقة ضردية ما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان يعني الحاجتين دول مع بعض كده ما بينفصلوش أبدا تاني حاجة بص عليها غير إن الإنسان واخد حقوقه وكرمته كده التعددية السياسية إن الدولة دي بقى فيها أحزاب كتير وهو أشرح لكم يعني إيه أحزاب بعد شوي طول ما فيه تعددية ورأي ورأي آخر أعرف إن الدولة دي ديمقراطية بص كمان على العدلة الاجتماعية إن الناس كلها تبقى متساوية بغض النظر على الأصل والعرق كلنا واحد أعرف إن الدولة دي ديمقراطية وسيادة القانون إن الناس برضو يبقى متساويين بس قدام القانون إن ما فيش حاجة اسمها أصدار رجل مهمة فخرج من القضية لكن دلب بصول قضية عشان هو فقير دي أكبر معالم الظلمة اللي تعرفك إن الدولة دي مفيهاش ديمقراطية وآخر حاجة سيادة الشعب إن الشعب يكون ليه الحق في المشاركة في سؤون دولته 100% يبقى دي خمس مقاومات سهلين أوي العنوان شرح نفسه اقرأ معايا كده قول إنسان هناك علاقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية علاقة طردية كل ما كان فيه ديمقراطية كل ما وكل الناس خدت حوقها والتعددية السياسية اللي هي التعددية بتضمن الديمقراطية اللي بتتمثل في شكل إن الدولة يبقى فيها أحزاب ورأي ورأي إيه آخر هو ده اللي بيعرفك إن فيه تعددية سياسية اللي هو من أهم مظاهر الديمقراطية ومالقي العدالة مساومة بين جميع المواطنين من غير التمييز بالجنس والعرق والأصل والمستوى الاقتصادي والكلام ده طب وسيادة القانون إن كلنا سواسية أمام القانون حتى لو حد مهم في الدولة غلط برضو بيتحاكم من القانون وبيرفع عنه الحصانة وبيحكموه زي المواطنين العاديين وسيادة الشعب إن الشعب يشترك فيه الحكم من حق الشعب إن هو يشترك في أي حاجة تخص بالحكم بتاع دولته يبقى مقاومات الديمقراطية حقوق الإنسان والتعددية والعدالة وسيادة القانون وسيادة الشعب سيادة القانون وسيادة الشعب معلومة جاية اكتبوا عليها إنها مهمة جدا الفين أربعة وعشرين اللي هي أياميس أنواع الديمقراطية الفين طب تعالوا نكتبها قصا بأيدينا عشان تثبت يلا طالما مهم أنواع الديمقراطية أو ساعة يتقال عليها صور الديمقراطية إيه أنواع وصور الديمقراطية والله الديمقراطية بتظهر بأكتر من صورة أول حاجة الديمقراطية المباشرة ماشي في ديمقراطية تانية اسمها الغير مباشرة أو النيابية في نوع ثالث اسمه الديمقراطية الشبهة مباشرة الحاجة دي بفاش هبد لازم تبقوا عارفينها عشان مش هتعرفوا تقلفوها من دماغكم يعني مش هتيجي معاكو في الاختيارات وانت بتهبدها ايه الفرق ما بينهم بص زمان يا قلبي كان فيه حاجة اسمها الديمقراطية المباشرة اي بمعنى ان الشعب بيحكم نفسه من نفسه دون وساطة او حكام او نواب او حاجة هتقول لي وده معقول كان معقول زمان ايام الدول بتاعة اليونان عشان الحجم الصغير بتاع الشعب كان افلاطون عامل قوانين للانجاب ما خلي عدد الشعب لي تجاوز الالف مواطن فبالتالي كان فيه انت واخدينها في اليوجينيا والبقاء للأقوى وتحسين النسل وقوانين الانجاب بتاعات افلاطون فما كانوش بيخلفوا زمان كتير فكانت الدولة صغير فانت لما الدولة كلها تبقى عبارة عن الف مواطن هتحتاج ليه اصلا ان انت تجيب حاكم يحكمك او ينوب عندك يا برينس طب ما انت اصلا الشعب قليل فممكن كل واحد يحكم نفسه ويحترم نفسه من تلقاء نفسه فكان اسمها الديموقراطية مباشرة دلوقتي بقى احنا بقينا صورة نيابية بنجيب نواب عننا طب ليه عشان العدد بتاع الشعب اكيد انت بتخمن معي بقى كبير جدا فالموضوع ممكن يتقل الفوضى فاحنا بنجيب نواب يوفروننا الديموقراطية نيابة عن الشعب عشان كده بيسموها ديموقراطية غير ايه مباشرة خلاص يا معلم امال دي ايه دي صورة توسطية ما بين الاتنين اسمها الشبه مباشرة هاخد الحلو من هنا على الحلو من هنا واعمل حاجة استيك بعيني الله ايه ميس طيب هاخد من المباشرة فكرة ان الشعب يكون موجود ويحكم نفسه هاخد هنا النواب عشان هي حاجة حلوة بتوفر الديموقراطية وكاني بعمل صورة توسطية ما بين النظامين خدت الحلو من هنا ومن هنا هجيب نوابه وبنفس الوقت هسيب صلاحيات للشعب عشان يبقى في ديموقراطية قوية ودي برضو بتنفع مع الدول اللي لسه العدد بتاعها صغير شوية ولو لاحظتوا اكبر دولتين فيهم ديموقراطية وعددهم صغير هما سويسرا والنمسا سويسرا والايوة يا معلم والنمسا خلاص يا برينس يبقى دولة ثلاث صور ممكن تكون مباشرة الشعب بيحكم نفسه مباشرة تندونة وساطة من حد وممكن يجيب نواب عشان العدد الكبير ما عادش ينفع نحكم نفسنا من تلقاء نفسنا تبقى فوضى واخر صورة ان احنا نعمل حاجة توسطية ما بين الاتنين ودي عايزة برضو دول صغيرة زي وتقدمها زي سويسرا والنمسا عشان دي صورة توفقية ما بين الاتنين بناخد جزء من الشعب مع النواب اخر حاجة بقى في البيئة الدرس التاني اللي احنا بدأناه بمعنى الديموقراطية اللي هو حق الشعب في اختيار مانيان وبعانه برلمانيا او راسيا واتكلمنا عن مراحل الديموقراطية من اول نظام سياسي بعد كده اول تجربة ديموقراطية بعد كده اول نظام ديموقراطي في اليونان بعد كده مبدأ الشورى في الاسلام بعد كده الحاكم والمحكمين بالاتفاق في العصر الحديث واخدنا كمان خصائص الديموقراطية مسواء حرية رأيي الاغلبية وتدول السلطة وتعاقد المبنية على الترادمة بين طرفي العقد واتكلمنا على اهمية الديموقراطية انها في حقوق انسان فيها رخاء فيها تنمية فيها ابداع فيها مشاركة فيها حرية فيها استقرار اتكلمنا كمان عن مقومات كانوا خمسة حقول انسان والتعددية السياسية عدالة سيادة القانون سيادة الشعب وصور الديموقراطية لسه الها مباشرة وغير مباشرة نيابية وشبه مباشرة اخر حاجة بقى قفل بيها الدرس ده عشان اخش على التالت عشان انجزلك وقت ايه يا قلبي؟ معوقات الديموقراطية معوقات الديموقراطية ايه الحاجات بقى اللي لو لقيناها تعوق وجود الديموقراطية في الدولة بالمرة؟ اولا الجهل والامية الفقر والعوز حاجة بتاخدوها في علم الاجتماع مشهورة اوي اسمها التعصب والتطرف الفكري اخر حاجة بتاخدوها في علم الاجتماع برضو ضعف المجتمع المدني وهقول لكم ايه المجتمع المدني ده؟ حالا عشان انتوا عارفينها اصلا الجهل اكيد طبعا لما بقى فيه اهمية هتلاقي الناس اصلا مش عارفة ايه هي الحقوق الوجبات عشان تنادي بالديموقراطية الفقر وانشغال الناس بالبحث عن مصدر الاتل والعيش هيخلي عقلهم منشغل عن الحقوق الوجبات وعن الديموقراطية التعصب الفكري والنظرة الاحادية وضيق الافق زي ما بتاخدوها في درس التطرف بتاع علم الاجتماع بيخلي مفيش رأي ورأي اخر يبقى فيش ديموقراطية ضعف المجتمع المدني دول مين؟ الافراد المتطوعين الغير هادفين للربح اللي بيدعوه للحرية لو ما فيش ناس متطوعة ضعف يعني ما فيش يبقى للأسف مش هتلاقي ديموقراطية في الدولة ودي اكبر معوقات للديموقراطية عشان كده انا بحس من مصلحة الحكام ان يسيبوا الشعب في جهل عشان ما بقاش دريان لحقه وفقر عشان يفضل منشغل ويتصارع في البحث عن رغيف العيش وما يدورش على حقوقه وواجباته وحرياته ولاقي كمان ان فيه تعصب جماعات ارهابية تنشر الترويع والفكر الاحادي وضيق الافق وما بقاش فيه رأيه ورأيه اخر معا كمان ان انا ملاقيش ناس متطوعة حاملة على عاطقها ان هي تنزل تأتينادي بحقوقنا والتدافع عنها وتوفلنا الديموقراطية للأسف الاربع حاجات دول يعوقوا وجود الديموقراطية تماما في اي ايه دولة ودي امعلم كانت اخر حاجة بعد ما بسطلك على الدرس كله هنخش على الدرس التالت بقى وهو الاحزاب كنت لسه بقولك التعددية السياسية والاحزاب وقلتلك لسه هقولك يعني ايه احزاب حال خلصنا كده القانون وخلصت الديموقراطية تعالى نشوف بقى درس الاحزاب ده يعني ايه حزب الحزب ده من وجهة نظرك فرض ولا مجموعة مجموعة تتأسس وفقا لاحكام القانون الحزب هو مجموعة من الافراد تتأسس وفقا لاحكام القانون مجموعة منظمة تهتم بالسياسة ولها مبادئ وتتفق مع القانون حلو ده عشان كده بنسمع مثلا ده عمل حزب كذا ده فلان عمل حزب كذا ده هلان عمل حزب كذا فحتة الاحزاب دي يعني بتسمع انها كتير قوي وموجودة حوالينا فعايزين نعرف يعني ايه حزب وازاي اعمل مهم مجموعة من الافراد بتتأسس وفقا لاحكام القانون ومهتمين بالسياسة طب انا يا ميس لو حبيت اعمل حزب ايه الشروط اكتبوا عليها مهمة جدا شروط تأسيس الاحزاب درس ده خفيف وفيه كم حاجة بييجوا كده انا هعلملكوا عليهم شروط تأسيس الاحزاب هكتبهم هنا معاك يا الله اولا الحزب لازم يكون لي ايه ليه اسم والاسم ده مش شبه اي حزب تاني ليه يا ميسم مش شبه اي حزب تاني عشان ممكن مثلا ان انا سمي نفسي الاخوان المسلمين طيب انا اكون ان انا سميت نفسي كده ده شبه حزب تاني فهما لو عملوا جريمة ممكن تلبس فيها لانه ممكن يعتبروني تابع عليهم يعني انا ده ايه يا دونيا سبت كل الاسامي واخترت اسم شبه حزب تاني وعمل مشاكل كمان ما تخليك ناصح كده انت سمي الاسم اللي انت عايزه بس ما يبقاش شبه اسم حد تاني لازم يبقى دي رؤية ماشي وبرنامج واضح وعايز يحقق اهداف مثلا معينة حلو الكلام وليه كمان مقر يبقى معروف مقره فين ومصدر التمويل بتاعه ايه طب ليه مفروض يبقى معروف مقره ومصدر تمويله عشان ممكن يكون اللي بيموله جماعات ارهابية فالدولة بتبقى مشترطة ان احنا نبقى عارفين انت مين فاتح فين مين اللي بيصرف عليك فتروح اقلي مثلا بيمولني نجيب سوارس ماشي دراج المحترم عادي مفيش منه قلق ولا ارهاب لكن لما يكونوا بيمولوك مثلا جماعة داعش يبقى انت مش حزب بقى انت حاجة خراب للدولة فاحنا لازم نبقى مهتمين بمصدر التمويل بتاعه او مين اللي بيصرف عليه عشان ما يطلعش حزب ايه حاجة مش شرعية ايه تانية ميسم اهم حاجة انه ما يكونش ليه اي تعلقات بحاجة عسكرية او شبه عسكري ولا ليه يتعلق باي جهات اجنبية ولا ليه اي علاقة بحاجة طائفية او دينية واخر حاجة انه هو يكون لا يتعارض مع مبادئ الدستور لا يتعارض مع مبادئ الايه الدستور دول سبع حاجات مهمين جدا زي ما انا بقولك كده حزب وليبي النامج وما يتعارضش مع الدستور وما لوش اي حاجة دينية ولا عسكرية ولا اجنبية ولا يكون اه واعلانية قصد المبادئ بتاعته ومصدر التمويل نشرح نشرح يا معالب هو يعني ايه ما يكونش ليه حاجة عسكرية عشان بيبقاش تابع للدولة هو لو تابع الدولة يبقى مش حزب وطن يبقى هو حزب سياسي يبقى تابع للدولة عايزي حقق برضو اهداف الحكام فانا مش عايزي يبقى تابع اي حاجة عسكرية خالص ولا تابع حاجة اجنبية طب ليه اكيد عارفينها من التاريخ لانه هو ممكن يسمح لسلطات من برة ان هي بقى ليها ننفوس في الدولة فتستعمرنا او تعمل خراب في بلدنا فهو ما ينفعش يكون لي اي علاقة بحاجة اجنبية او حاجة تابع دول برة شو ما يدخلناش سلطات من برة في الدولة ولازم كمان ما يكونش ليه علاقة باي حاجة طائفية يعني ما جيش اقول لكم يا جماعة انا حزب المسلمين فقط طب ما انا كده بعمل فتنة طائفية معنى كده ان انا ضد الناس التانية او هعاديها او هعمل زي فتنة طائفية او فتنة دينية واخر حاجة لازم يكون مش متعارض مع الدستور انا لسه شرح لكم مبادئ الدستور ما ينفعش الاحزاب تيجي بقى ترمي الدستور وتعمل عكسه يبقى ده مش حزب خايف عالدولة بالعكس ده حزب عايز يدمر ايه شؤون الدولة يبقى انا اتفقت معك يبقى ليه اسم بالنبج واضح مقره تمويله معروف وما يكونش ليه اي علاقة بحاجة بقى دينية ولا عسكرية ولا حاجة مثلا اجنبية ولا يكون متعارض مع مبادئ الدستور اتفقنا يا معلم دي شروط تأسيس الاحزاب طب ايه خصائص الاحزاب لازم يكون فيه الاستمرارية والديمومة عشان يبقى ليه زي ما تقولوا كده ايه قعدة شعبية يعني لازم يستمر فترة طويلة عشان يبقى ايه ليه تأسير او ليه وجود ولازم كمان يبقى منتشر بلما مقمة للقعدة بيغطي جميع جوانب المجتمع هو ميه اللي بيخشوا الاحزاب الاغنية ولا الفقرة الاتنين انا عايزة ناس اغنية عشان تمولوا عايزة ناس فقرة من الشارع عشان يبقوا حاسين بمشكلات الشعب فعلا فانت لازم تستمر الفترة طويلة مش هتفتح النهاردة وتقفل بكرة عشان يبقى ليك جزور تمان وكمان لازم يكون غير انك مستمر شامل شامل مغطي من كل طبقات الشعب من القمة للقعدة مهمها قوي كمان يبقى ليك برنامج او رؤية سياسية واضحة ايه وطبعا لازم يبقى ليك رؤية او هدف انت بتبقى عايز تحققه لان هو لو حزب ملوش هدفي يبقى ايه المغزى من فتحه والهدف ده براحتك ممكن يكون هدف اصلاح اجتماعي اصلاح سياسي اصلاح اقتصادي اصلاح تعليم حقوق انسان انت حر شوف انت الهدف بتاعك والرؤية السياسية اللي انت عايز تحققها ايه واعملها اهم اتنين اخر اتنين ان هو يحصل على تأييد الشعب والسعي للسلطة يحصل على تأييد الشعب والسعي للسلطة ها يحصل على دعم الشعب والسعي للسلطة دعم الشعب وبالذات في وقت الانتخابات لان انت لو ما فيش حد بيقيدك يبقى انت مين لها انتخبك يا برينس بقى الحزب ده فيه انتخابات وفيه حد بيكسب وفيه حد بيخصى فانت لو ما عندكش تأييد شعب يبقى انت لازم تحصل على تأييد ودعم الشعب والسعي للسلطة دي بعض الطلاب يجي لهم السؤال ده يقولك لا الحزب مفروض يكون مش بيسعى للسلطة ايه يا متخلف اللي بتقوله ده لهو اهم حاجة في الحزب ودي بيجيبوها دايما ان يكون بيسعى للسلطة ليه يا ميس عشان يعرف يحقق اهدافه ولو ما عندهش اي سلطة في الدولة هيحقق اللي هو عايزه زي فولازم يكون اصلا دي سلطة فما عادي لو جاي بيقولك من خصائص الاحزاب اختار السعي للسلطة ان هو يسعى للسلطة عشان يقدر يحقق البرنامج الانتخابي بتاعه ويبقى من خصائص الاحزاب ان هو انتشر واستمر انتشر في كل حتة واستمر وليه رؤية واهداف ودعم الشعب والسعي للسلطة دعم الشعب والسعي للسلطة دي من اهم خصائص الاحزاب طب يا ميس ايه المبادئ اللي الاحزاب بتقوم عليها حاجة خدتوها في علم الاجتماع تسامح تداول تنافس تسامح تنافس تداول تسامح تنافس تداول مبادئ الاحزاب الشريفة المحترمة التسامح مع الاحزاب المعادية والتنافس وانتو اغدينها في علم الاجتماع ان دايما التنافس دي يكون باستخدام الاساليب والطرق الشريفة المشروعة وكلمة التداول شرحناها مرتين النهاردة جات مرة في الدستور وجات مرة في الديمقراطية وقلتلكم معناها ان انا لما اقصر في الانتخابات اسلم الحكم للحزب التاني بطريقة نزيهة يبقى دي اهم مبادئ الاحزاب المحترمة ان يبقى فيه تسامح وقبول الطرف الآخر ويبقى فيه تنافس شريف طبعا باساليب كويسة لحل مشكلات المجتمع بطريقة شريفة مش بعداءات وصراعات وتداول السلطة والامام بتداول السلطة حسب رغبة الشعب لو انتو مش عايزيني خلاص انا هسلم الحكم بتاعي او السلطة بتاعتي الحزب التاني اللي انتو اخترتوه لان الرأي في الاخر رأي الشعب واللي يعوزه الشعب هو اللي يمشي يبقى ما يقول لك مبادئ الاحزاب تسامح تنافس تداول تسامح تنافس تداول تسامح سريم مع الاحزاب التانية تنافس شريف تداول السلطة في حالة ان الشعب مش عايزينيه ما سألتنيش على اهم حاجة ميس ايه اهدف الاحزاب احنا معرفناش قوي ايه الهدف من الحزب يعني يعني ايه اهدافه وعايز ايه فيه حاجات ستاندرد بنرزعها في كل الدروس اكيد عايز حول انسان قلنا في الديمقراطية من شوية اكيد عايز العدالة الاجتماعية قلنا في الديمقراطية من شوية اكيد عايز الديمقراطية خدنا درس الديمقراطية قصة من شوية يبقى عايز ايه تاني كده ميش عايز حول انسان وعايز الديمقراطية وعايز يحقق لك العدالة اكيد يعني ما هو يكون عايز ايه خد الحاجات دي عايز ديمقراطية وعدالة ومواطنة فدي اربع حاجات خليهم ستاندرد في اتنين جودات بقى هما دول هنركز عليهم اللي هو اغلب الدروس اللي خدناه النهاردة يكون عايزة ايه هتحقق لك هو الانسان هتعمل لك مواطنة ان انت تبقى يعني مواطن واخد كل حاجة فيها مساواة ماشي ما فيش حد حسن منك يعني في مساواة وفي ديمقراطية ان احنا نلاقب ونحاسب الناس اللي بتغلط في الدولة عشان تفضل الدولة تفعلنا ديمقراطية والحكم حكمنا محدش بيستبد علينا في عدالة تحسي فيه تكافؤ فرص كده وان ما فيش حد بيركب بالوسطى والمحسوبية ويقضي عالتاني فده الاربع حاجات مهمين قوي من اهداف الاحزاب يفضلوا محافظين على حول انسان والمواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية فيه اتنين جودات بقى ما تقلوش قبل كده قول لي ايه برينس ان الاحزاب بتعمل حاجة اسمها التنمية الاقتصادية الاحزاب بتعمل ايه تنمية اقتصادية لان الاحزاب بتدخل فلوس وبتعمل استثمارات للدولة وتعمل مشروعات نكحة وبتحل مشكلات فدي ما تقلتش قبل كده فاركز عليها قوي انها بتعمل تنمية اقتصادية واستثمارات محلية واجنبية يعني ايه ممكن مثلا تستثمر وتعمل حاجات مع دولة تانية فتبقى كويسة جدا وبتحقق السلام لأنها بتفض النزاعات وبتسعى للسلام العالمي لو فيه مثلا مشاكل أو حاجة هتلاقيها هي بتحاول تحقق السلام وبتسعى لتحقيق السلام العالمي بدل ما يبقى فيه فتنة ما بين الدول أو ما بين الأفراد يبقى الأحزاب كده أهدافها لطيفة جدا وكويسة جدا حول إنسان والمواطنة ودعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسعي للسلام العالمي أنا ما فهمتش برضو في الآخر الحزب بتبقى وظيفته المين إيه أنا فهمتش خلاص يا ميس كده إنه ليه شوية خصائص وإنه ليه شوية أهداف ومبادئ وشروط قلناها في الأول الهدف برضو مفتوح لي بص جسم معايا كده من غير الماناك الحزب هتلاقيه بينامي وعي الشعب بيعرف مشاكلهم بيسعى لحلها وتنميتها ما أعتقدش إنها هتلاقي حاجة مكتوبة أكتر من كده بينامي وعي الشعب بيعرف مشاكلهم تمام وبيسعى الحلها عشان يعمل تنمية في المجتمع وقصها حزب هيعمل إيه يعني تخيل كده حزب فاتح عايز ينامي وعي الشعب أعرفوا جماعة سياستكم إيه عندكم مشاكل إيه طب أنا أحلها عشان أعمل تنمية في الدولة اقتصادية أو اجتماعية أو أي تنمية وخلاص وهو ده الهدف اللي إحنا ممكن نلاقيه أو سريء الوظيفة اللي ممكن نلاقيها من أي حزب موجود حوالينا ماشي هنكتب بأيدينا حاجة كده مهمة قوي وبتيجي في الامتحان كتير قوي وهنبقى قفلنا بيها الدرس ونخش على الرابع والأخير يا معلم عشان أنا عارفة إنك زهقت وعايز تقوم خلاص قربنا هتكتبوا بس معايا بأيديكم الحتة الجميلة والزريفة دي يلا بينا لايبتوا على التاريخ عارفين تاريخ الأحزاب بدأت إمتى الأحزاب في مصر قبل 1919 كان في حزب اسمه الأمة بتاع أحمد لطفي السيد وكان في حزب اسمه الوطني بتاع مصطفى كامل هتلاقيكوا عارفين حزب الوطني بتاع مصطفى كامل ده أكيد طيب بعد صورة 1919 وانت عارف الصورة دي بقى فيه تعددية سياسية أو حزبية يعني فيه أحزاب كتير بس كان فيه حزب بارز قوي في الوقت ده أكيد حزب الوفد بتاع مين كاتب الفود والله عزي ما بفكر غير في الأكل آه خرب بيتي ايه قرف لأنا كاتب ده حزب الوفد يا ولاد الوفد الوفد استهدوا باللبس يا ولاد الوفد بتاع مين بتاع ساعد ايه زغلول حزب الوفد بتاع ساعد زغلول عشان الصورة طبعا بتاعت ساعد زغلول كان الحزب بتاعه في الوقت ده بارز قوي فهو اللي عمل حزب الوفد وكان مسيطر قوي بتاع ساعد زغلول عشان صورة 1919 طب بعد دي هميس جات بقى الصورة بتاعت 1952 فيه تركة هتكتبوها كده دي مرحلة الحزب الواحد لان لما جات الصورة عملت على حل الاحزاب وحزر تشكيل حزر تشكيل الاحزاب ليه يا ميس عشان هما كانوا شايفين ان الاحزاب الجديدة هتتعارض مع اهداف الصورة فكانوا ماشيين هنا في مرحلة الحزب الايه الواحد فقط لو باباين دي الفترة بتاعت الضباط الاحرار وجمال عبد الناصر والجو ده حلو الكلام فالفترة دي ما كانش فيها تعددية بالعكس فكان فيها مرحلة الحزب الواحد وعملوا على حل الاحزاب وحزروا تشكيل احزاب جديدة لانه كده شايفين انها بتتعارض مع صورة 1952 فبالتالي كان فيه حزب واحد بس ودي حاجة مش حلوة دي مش ديمقراطية قوي الديمقراطية معناها نبقى فيه احزاب كتير بص بقى الف تسعمية ستة بقى وسبعين مشيت الدنيا تهني وده كان الوقت بتاع انور السادات ورجعت ايه يا معلم التعددية الحزبية عشان هو عمل ايه تلت منابر حزبية تلت منابر يعني تلت احزاب ماشي اسمهم مش موجود في الكتاب بس هم اسمهم اليمين اليمان اليمين يمين واليسار والوسط ماشي تلت منابر حزبية كان انور السادات اللي عملهم في الوقت ده فرجعت التعددية تاني احنا بقى النهاردة من 2011 حتى اليوم احنا بتعيش بقى في تعددية خطيرة لدرجة ان عدد الاحزاب في مصر عدى التمانين ايه عدى التمانين حزب عدد الاحزاب في مصر بقى عدى التمانين حزب اكسم بالله بقى كتير جدا يبقى بص لو انت مشيت معايا كده بالتدريج من قبل الف تسعمية وتسعة عشر كان في حزبين حزب الامة احمد لطفي السيد وحزب الوطني مصطفى كامل و2019 كان في احزاب كتير وبالذات حزب الوفد بتاع سعد زغلول 1952 حصل تريك كده ان حلوا الاحزاب ومنعوا تشكيل الاحزاب وبقى هنا في مرحلة الحزب الواحد وبعد كده رجعت التعددية مع انور السادات بتلت منابر حزبية اليمين واليسار والوسط ومن 2011 حتى الان عدد الاحزاب في مصر عدى التمانين حزب دي تاريخ الاحزاب للي عايز اتعرف عليه نبدأ في ايه دلوقتي اه الدرس الاخيرة هو بقى للاخير خلاص هانت هانت يا معلم نخلص حالا بص يا معلم تعال يا صديقي الصدوق نعرف مع بعض بقى احوار اخر درس ده اخر درس ده بيتكلم عن حاجة اسمها المشاركة السياسية مية اسامي الدروس تانية ايه كانت القانون والديمقراطية والاحزاب اخر فكرة في المنهج المشاركة السياسية ايه المشاركة السياسية دي يا ميس يلا بينام علم نبدأ هي عبارة عن مجموعة من الافراد بتشارك في عملية صنع القرار ايه تانية ميس انشطة بيعملها الافراد عشان يشاركوا في عملية صنع القرار السياسي احنا دايما نعود نقول لك شارك في بلدك روح الانتخابات قول صوتك الدولة دولتك فانا بابقى عايزك تشارك ليه عشان تعمل انشطة ايجابية احنا مجموعة من الناس كده بننزل بنشارك بنعمل انشطة ايجابية بنشارك فيها في عملية صنع الايه القرار السياسي هنحفظ اول الدخلة بتاعت الدرس دايما بتبقى مهن كاتب لك في الاول كده اول حاجة خصائص المشاركة دي مهن خصائص المشاركة ايه نفعة شعبية شاملة متكاملة حق واجب وطني ارادية مكتسبة يلا نفعة شعبية شاملة متكاملة حق واجب وطني ارادية مكتسبة تاني نفعة شعبية شاملة متكاملة حق واجب وطني ارادية مكتسبة يلا تاني نفعة شعبية شاملة متكملة حق واجب وطني ارادية مكتسبة اخر مرة نفعة شعبية شاملة متكملة حق واجب وطني ارادية مكتسبة اخر مرة والله نفعة شعبية شاملة متكملة حق واجب وطني ارادية مكتسبة ايه دول يا ميس نفعة بصوا ما شرحهم سهل نفعة ليه لانها تعود بالنفعة على الفرض والمجتمع. الشعبية لقناها من جهود الشعب. ما احنا مش هنطلب ناس من بره يجوا يشاركلنا في انتخاباتنا. هي هي من جهود الشعب هما اللي بيروحوا يشاركوا بيشاركوا سياسيا في بلدهم. شاملة متكاملة بتفيدنا في جميع جوانب الحياة لما اي حاجة بتتحسن فعلا في الدولة سياسيا بتبقى شاملة ومتكاملة جميع الجوانب. وحق وواجب. حقك اصلا في الدستور انك تشارك واجب عليك اتجاه وطنك ان انت تشارك. فهي حق وواجب في نفس الوقت. هنصل لحا الكلمة دي ارادية. ارادية ليه? لان انت بتعملها يعني بارادتك. مش محاش هضغط عليك. انت بتعملها ايمانا بالمسئولية تجاه وطنك. كأنك بتطوع كده. فاكر في درس العمل التطوع لما كنا بنقولك الانساب يطوع بمحدة ارادته دون اكبار. بيعمل كده ايمانا بالمسئولية تجاه الاخرين وبيحتسب الاجر بتاعه عند الله. يبقى هي انت اعتبرها كده ان انت بتشارك بارادتك. ومكتسبة. ليه مش مكتسبة? لان هي يعني مش فطرية. انت مش بتتولك كده. انت بتكتسبها من شعورك او من ان انت بتعيش او بتندمج معها او بتشارك اه في الدولة دي. او ان انت عايش فيها بالبلد يعني. فبتكتسب احساس الشعور الوطني بتاع ان انا اشارك. يبقى طلعت هي نفعة. دعوة بالنفع. وشعبية. عايزة جهود الشعب. شاملة متكاملة بتشمل جميع جوانب الحياة مش جانب معين. تمام? وحق ليك وواجب عليك في نفس الوقت وبتعملها بارادتك ايمانا بالمسئولية تجاه الوطن. واخيرا مكتسبة من مشاركتنا او من العيش في هذه الدولة. يبقى انت لازم هتعمل بقى الانشطة الايجابية بتاعتك عشان تشارك في عملية صنع الايه? القرار. اعمل يا معنى من انشطة ايجابية وبالقى عليك شارك في عملية صنع القرار بتاعت الدولة بتاعتك. صور المشاركة اكتبوا عليها الفين اربعة وعشرية. طب انا بشارك. ليه تلات اسام? يا اما ممارسون يا اما مهتمون يا اما محتجون او عازفون عشان الكلمة دي مهمة قوي. محتجون على النشاط او عازفون. يا اما ممارسون يا اما مهتمون يا اما محتجون. مش اضاء في احزاب ومنظمات واتحادات ونقابات ومترشحين في انتخابات. فده ممارس. احنا ما اسمناش ممارسين. احنا اسمنا مهتمون بنسمع اخبار السياسة في التلفزيون وبننزل بس ندلي بصوتنا في الانتخابات. يعني انا بتابع الاحداث اللي بتحصل. وبنزل في ايام الانتخابات قدلي بصوتي لا اكتر ولا اقل. فانا مش ممارس. انا مهتم. الممارس ده اللي بيبقى عضو في النقابات والاحزاب. وبيرشح نفسه في الانتخابات. انا مش برشح نفسي. انا بنزل انتخب حد معين. وبعد اتابع اخبار السياسة في السحة العامة بتاعت التلفزيون وهكزا. اما الوحتجون دول بقى العازفون. يعني يا عازفون يا شايتين يشاركوا. اعتقد بي بحاجة من اتنين يا اما هو شايف ان هي ايه العملية الانتخابات مش عاجبة. اما هو واحد سلبي اصلا برطة مش عايز ينزل يشارك في حاجة. ففي كلتا الحالتين دول بيبقى اسمهم عازفون او محتجون عن المشاركة. يبقى انت في الدرس ده خدت الحتة بتاعت الخصائص نفعة شعبية شاملة متكملة وواجب وطني ارادية مكتسبة. وخدت التلات صور يا اما انا ممارسون يا مهتمون يا محتجون او عازفون. عشان بس عازفون دي ما تفتكروش ان معناها عازف. عازف يعني ممتنع. يهبت. ماشي. ايه تانية بيس هنتكلم عليه? ايه الدوافع اللي بتدفعك للمشاركة? هتلاقيها حاجة مثلا نفسية. ان انت عايز تحس ان للك القدرة على المشاركة في عملية صنع القرار او اجتماعية ودي الاهم. ان انت عايز تحصل على حقوقك الاكل والتعليم والسكن والحاجات دي ما بيجيش الا لما الدولة بتتحسن وانت بتشارك عشان دولتك تبقى احسن. يا اما حاجة سياسية ان انت حاسس بمسئولية تجاه الوطن بتاعك. ما فيش اي دافع تاني. يا نفسي انت عايز تثبت لنفسك انك حر وقدر على انك تشارك في عملية اتخاذ القرار. يا اما اجتماعي عايز تشبع حاجاتك صحة وتعليم وسكن وفرصة عمل وهكذا. يا اما السياسية انت حاسس بمسئولية وواجب تجاه الوطن بتاعك. فدي حطة عبيطة جدا. بتاع نخش على بعدها اهم متطلبات المشاركة. من وجهة نظركم. من وجهة نظركم المتوضعة. المتطلبات اللي محتاجينها عشان الناس تشارك. اولا اشباع الحاجات الاساسية. انا شايفة ان فعلا عشان الناس تبقى عايزة تشارك لازم يبقى فيه اشباع للحاجات الاساسية زي الغذاء والسكن والحاجات دي. اصل واحد معلش لو مش مش مشبع حاجاته الاساسية هيبقى عنده تحفز قوي للمشاركة ما اعتقدش هو لازم يكون بيشبع حاجاته الاساسية. ولازم يكون الانسان ده عنده انتماء للدولة. ماشي. وعنده وعي. يعني عنده وعي كده ان المشاركة دي حاجة مهمة. اللي هي مكتوبة عندكم الامام بجدول مشاركة. الامام بجدول ايه? المشاركة. ونرفع مستوى وعي الناس بالسياسة وابعاد الدولة وظروفها عشان يحيش تسوق. اني حاجة ازجنت ان انتو تشاركوا ان الدولة مثلا وحشة وبتضيع ومشاركتكو هتفرق. ولازم يبقى فيه تشريعات تخلي الناس تشارك. ولازم يبقى فيه مؤسسات زي الاسرة والمدرسة ووسائل الاعلام تحفز الناس انها تشارك. يبقى دي تشريعات تحمي المشاركة. ودي مؤسسات التنشيئة زي الاسرة والمدرسة اللي بتدافع عن المشاركة. يبقى انت عايز متطلبات اساسية مع شوية انتماء مع انك تعرف الابعاد بتاعت الدولة وتحس بجدوى المشاركة اصلا وان ليها لازمة مع شوية تشريعات تحمي المشاركة ودول المؤسسات التنشيئية اللي هي زي الاسرة والمدرسة. خلاص يبقى الاحتياجات الاساسية والانتماء. رافع الوعي بتاعك بابعاد الظروف بتاعت الدولة وانت تبقى حاسس باهمية المشاركة وتشريعات تحمي المشاركة مع المؤسسات اللي بتدافع. طب ايه قليات المشاركة اربع قليات انتو اكيد عارفينهم. الاحزاب ودي خدناها من شوية. الاحزاب هي اللي بتحشد الناس وتقول لهم يلا شاركوا. حاجة واخدينها في علم الاجتماع المتطوعين. هم اللي واخدين على كتفهم انهم يحشدوا الناس ويبعوهم ويفهمهم ويقول لهم يلا شاركوا. ايه تانية مش وسائل اعلام. ده هي عندها القدرة ايام الانتخابات تعرض لك البرامج الانتخابية بتاعت المرشح ومين حلو ومين واحش وده بنمجه ايه وده معه وده ضده وده ايجابي وده فتعرض لك كل حاجة فتنمي وعيك باهمية المشاركة واخيرا ودي خدتوها في تالت عدد دي. مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي حشدت الناس وقومت صورة يناير كلها كانت السوشيل ميديا ودي حاجة فعلا قلية مشاركة قوية. يبقى الاحزاب بتساعد الناس على آآ آآ تحقيق اهدافها وتدريب المواطنين على انهم يروحوا يشاركوا بتطرح لهم فرصة وهكذا المجتمع المدني بيدعم المشاركة وبيفاهم الناس اكتر وبيلعب دول في نشر الوعي لان دول متطوعين فبينشروا الثقافة بتاعت اهمية المشاركة في الانتخابات وسائل الاعلام بتخليك تعرف ايه الحاجة الايجابية والسلبية وبتعرض لك الرأي والرأي الاخر والمرشح ده وده وده برنامجه ايه وده ايه ومين ايجابي ومين سلبي ومواقع التواصل الاجتماعي احنا دلوقتي في عصر الانترنت فطبعا يعني بيربط الناس ببعض وبيوصلهم فهو فعلا فيه صورات كبيرة قامت بزل وجود الانترنت بقولك ايه هو اصلا مشاركة دي حق اليك ولا لا حق في الدستور مكتوبة هو انه ليك حق انك تشارك تمام اه انتخابات اه تشارك في تجمعات سلمية تقول رأيك في التلفزيون او في الصحافة دي حقوق مكفولة للمواطن في الدستور هقولك وحاجة كده بس بسيطة يعني احنا مشيين في الدرس ده ما فيش مشكلة اعرفنا الخصائص بتاعة نفعة شعبية وشاملة ومتكاملة بالصور يا اما انا ممارس يا مهتم يا اه محتجة اعرفت كمان متطلبات المشاركة الحاجات والوعي والانتماء والكلام الحلو ده والقوانين ومؤسسات التنشاء الاجتماعية اعرفنا قبيها الدوافع نفسية واجتماعية وسياسية ولسه يلينا الاليات الاربعة يا احزاب يا متطوعين مجتمع مدني يا ايه وسائل الاعلام يا مواقع تواصل الاجتماع عايز اسألك على حاجة من وجهة نظرك ايه اللي بيعوق مشاركة الناس وايه مقترحتك ان الناس تشارك من غير ما بص في المنهج عشان مش كل حاجة بتتحفز في حاجاتها ممكن اقولها بالسنس بص يا معلم انا اعتقد اللي بيخلي الناس ما تشاركش انها جهلة ومعندهمش انتماء لوطنهم ومش حاسين باهمية المشاركة ولا بيشباعوا حاجاتهم الاساسية معا كمان ان العملية الانتخابية ممكن تكون صعبة شوية وكانت زمان فعلا صعبة تروح تقف الشمس ولجنة وطبير طويل عريض وفي الاخر ما بنشباعش حاجاتنا ولا في حاجة بتتحسن والحياة سلبية فاعتقد ان دي كانت معوقات وتحديات بتخلي الناس ما تشاركش محدودية الثقة في الدولة الامية والجهل الناس حاسة ان ايه العملية الانتخابية قصة مش منظمة والاحزاب مش عارفة تجذب الناس طب انت من وجهة نظرك المتوضعة تعمل ايه وتحل المعوقات دي من غير ما تبص في المنها الجيعبية نمي وعي الناس امحي اميتهم حسسهم بجدوى المشاركة عشان يزيد انتماءهم حتى لدولتهم وسهل العملية الانتخابية دلوقتي بصراحة مصر بقت سهلة اوي انت بتروح اسمك بيبقى مكتوب في حتة بتخش ما فيش لاين بتعلم بتروح الموضوع بقى اسهل من الاول بكتير وبقى منظم بكتير عشان كان فيه تحديات بتقف قدام المشاركة ودلوقتي بقى فيه توعية بقى بيفهموا الناس بقى فيه محو امية بقى فيه تسهيل عملية الانتخابات والتصويت فالموضوع بقى احلى من الاول بص بقى اخر حتة بقفل بيها الدرس ده انهم عايزين يعرفوكوا العملية الانتخابات دي بتوع ادبي مش هيلقوا فيها معاناة ليه لان انتو اصلا واخدين الحتة دي ابرينز في الجغرافي هي نفس الطريقة اللي احنا بنبدأ بيها دورة الانتخابات وبننهيها تفتكر اول حاجة اللي بتوع علمي اني مش عارفين الحتة دي اعمل ايه عشان ابدأ انتخابات قيد الناخبين اولا الجهل يحطم علي ان انا اقول لكم حاجة مهمة قوي لان انتو هتلاقيكم ليكم في الحاجات المعقدة بتاعت الفيزيكس والكده وملكمش في الكلام التافه بتاعه قيد الناخبين دي معناها احنا عشان في بعض الناس فاكرة الناخبين دول اللي بيرشحوا نفسهم في الانتخابات لا يا عبيد الناخبين هو احنا التانية نسموهم مرشحين وقيد الناخبين بيتم الاول وبعد كده بنفتح باب المرشحين يعني الناخبين دول مين احنا ايه مش فاهم يعني نعمل ايه نسجل الناس في الكشفات عشان انت بتروح تعلم على اسمك وده فيه منه نظامين طبعي بمعنى ان انت اللي بتروح للدولة تقول سجلوني انا مواطن وليه حق الانتخاب وعايش وسليم وجميل حاجة انتاخد يا اما الدولة اصلا بتعملوا الكشفات اكباري من نفسها بيعملوها وزارة الداخلية بقى وبينزلوها بيوزعوها اللجان وانت ما عليك الا انك تروح تعامل بتاعت اسمك دي وتمشي خلاص والقوائم دي بتتعمل يا اما كل اربع سنين يا اما قبل كل دولة انتخبية عادي بقى يعني هي ليه لازم تتعامل وتتراجع وفي قوائم دايما اربع سنين ومؤقتة بتتعمل قبل ليه بقى لازم نعملها دي لازم تتعامل وتتراجع وتتفلطر عشان بقاش في تزوير يعني انا ابني عنده تسع سنين تلاقي نازل في اسمه ومنتخد الالفال ما لهاش حق الانتخاب ده تزوير واحد الحج محمد ابو الصمد ميت من الفين وواحد ومكتوب اسمه انتخب طلع من الطربة انتخب وراح مات تاني ده تزوير يا جدعان فلازم القوائم تبقى مزبوطة عشان فعلا نطمن انه مفيش اي نوع من انواع الغش ولا التزوير فيها اعملنا القوائم خلاص نبدأ نفتح باب الايه الترشح ايه باب الترشح ده ان اللي عايز يرشح نفسه يجي يكون مطابق للشروط مسلا اربعين سنة معندوش جنسية تانية وطالما قدم ورقه مالوش حق الانسحاب الا في خلال خمس ايام لو فتح الباب وقفل انت متقدرش بقى تنسحب هتضطر كامل الدورة الانتخابية الاخر غصبة عنك حتى لو انت مش عايز تكملها يجي بقى يوم الحملات يقعدوا يعملوا بقى حملات ودعاية لنفسهم وساعد لتاخد طريقة مش مشروعة زي عندنا في مصر توزيع بقى زيت وسكر وخمسين جنيه وديك الخمسين التانية لما تنتخب وزي ما حكيت لكم في السنتر بوزعوا سبت بلتقان لما قلت لكم ستة قلتين جي باخدتيش بلتقان بتا بلتقان ايه اولية اللي هاخدوه فهم عندهم بقى حتة ايه اللي لازم ايه يبقى في حملات كده ساعات مش مشروعة خلاص فتح حول الحملات يجي يقوم بقى الاقتراع واحدة يقول لي يعني ايه الاقتراع يا ميس الانتخاب او التصويت ان انت تروح تقول لي بصوتك في الانتخابات ويتقفل خلاص التصويت يبدأوا يفرزوا الاصوات يشوفوا كل واحد حصل على قد ايه بعد ما يفرزوا يعلنوا النتيجة ان فلان ده اللي كسبوا يفتحوا باب الطعن بقى لو فيه تزوير او حاجة لو حد عايز يطعم في النتيجة يبقى احنا بدأنا من قيد الناخبين وفتح باب المرشحين الحملات الدعائية يوم الاقتراع فرزنا الاصوات سادس حاجة اعلننا النتيجة هقفل والله حال انا هنا عارفة نجزهت خلاص والله العظيم اخر حاجة انظمة الانتخابات بتختلف من دولة اخرى فيه كان نظام اتنين فردي وقايمة فردي وقايمة فردي وقايمة الفردي ده بيبقى افراد في دوايا الانتخابية صغيرة هتحط وغط على كلمة ايه دوايا انتخابية توايا الانتخابية صغيرة مالك يا حبيبي اتم ليه كده انا معافي توايا الانتخابية ايه صغيرة بيبقى فيه افراد نزلين قصات بعض واللي بيكسب هو اللي حصل على خمسين زائد واحد طبعا انت هتقول لي ايه متاع خمسين زائد واحد ده اا اكتر من نص يعني يعني انا مثلا نازلة انا ايه حد بقى ماشي انا حصلت على واحد وخمسين ده حصل على تسعة واربعين بقى كده انا اللي كسب لان انا عضيت النص فدي دوايا الانتخابية صغيرة بتبقى افراد آآ بينزل قصات بعض واللي بيكسب بياخد خمسين زائد واحد قمال ايه القايمة دي آآ دي بقى زي بتاعة مجالس الشعب والنواب والحاجات دي بتبقى قايمة يعني بختار مجموعة افراد يعني احمد ومحمد ومحمود وصاد يوسف وياسين وآآ عبد الرحمن فانا اما بختار القايمة دي اما بختار القايمة دي فدي بتبقى مجموعة افراد على بعض زي الحزاب وكده بقى مجموعات فانت بتختار قايمة وتبقى مغلقة زي دي ان انت بتختار قايمة كل على بعض ومالقي قايمة مفتوحة دي بيبقى مثلا الناس كتير كده وانت مثلا بتختار منهم اتنين فانا اختارت الاتنين دول واحد تاني اختار الاتنين دول. واحد تالت اختار الاتنين دول. ويشوفوا بقى مين فيهم اللي حصل على اكتر اصوات فدي قائمة مفتوحة انت ممكن تحزف واحد اه تحط واحد لكن هنا انت لازم تختارهم كلهم على بعض. طب انا عجبني الاتنين دول وده مش عجبني هتضطر تختارهم كلهم على بعض لان دي قائمة مغلقة. لكن المفتوحة عادي. انا ممكن اضيف واحد في اي مرشح انا عايزه. ممكن لابقى عايز واحد من هنا واحد من هنا فلا بعمل القائمة بنفسي. يبقى ده انظمة الانتخاب فردي وقايمة. في فرق ما بين المرأبة والاشراف. المرأبة على الانتخابات دي بتبقى جهات محايدة. بتيجي بتلاقب الانتخابات. جهات او هيئات محايدة. ممكن تجي لنا حتى منبرز المنظمة العالمية بتاع تحول انسان. ومعرفش لجنب بريطانيا. بيجوا يرأبوا عملية الانتخابات انها نازيها وما فاش تزوير ولا حاجة او مخالفات. وما للاشراف ده منين? جهات حكومية وغير حكومية من داخل الدولة. جهات حكومية وغير حكومية من داخل الدولة. جهات حكومية وغير حكومية من داخل الدولة. ما لها دي طيب بتعمل ايه? بيشرفوا على الانتخابات وبيسهلوا عملية الانتخابات. زي في كل لجنة كده في قادي. بيبقى في مجموعة صباط. بقى في مجموعة ناس مدنيين. آآ دول بينظموا عملية الانتخابات. بس دول من داخل لك المرأبة عادي جهات محايدة بقى بترقيب الانتخابات ممكن تبقى جالنا اصلا من بره وده عادي بيحصل مراقب عشان نزاهة الانتخابين. اخر حاجة معلومات عامة بقى بقفل بها. حد يعرف ايه اسباب بقيام صورة الف تسعمائة وتسعة عشر انجلترا وادعاها ان هي هتخش توفر لنا الحرية والاجراءات التعصفية اللي عملتها ضد مصر. فهي بصراحة ادعاء انجلترا انها بتحارب من اجل الحرية واجراءاتها التعصفية في الحرب العالمية الاولى. فده كان سبب قيام صورة الف تسعمائة وتسعة عشر بتاعت ساعة الزاخلول. طب حد يعرف اسباب قيام صورة الف تسعمائة اتنين وخمسين. النظام الملكي طبعا. وهزمتنا في حرب فلسطين الف تسعمائة امانية واربعين. وطبعا ان كان في فساد بقى والاحوال المتدهورة وكده. فبعد اياه حتى اتعلن النظام الجمهوري. ويعني الفساد بدأ يقل لوحدة واحدة وهكزا. دي صورة الف تسعمائة اتنين وخمسين. بتنسوش حرب فلسطين اعتهزمنا فيها. طب حد يعرف صورة يناير باحداث جارية. اهم سبب لقيام صورة يناير تزوير انتخابات مجلس الشعب. تزوير انتخابات مجلس الشعب. تزوير انتخابات مجلس الشعب. وتدور الاولى الاقتصادية وانتشار الفساد الاداري والسياسي. يبقى تزوير الانتخابات مع تدور الاحوال مع انتشار الفساد. طب بقول لك انت عارف ان بعدها جات صورة تكملية. تعرف قامت ليه? تقريبا حسينا ان الصورة اللي قبلها ما عملتش النتائج بتاعتها ونستهر الفساد وانتشر معدل الجريمة وتدهر الاحوال فقامت الصورة التكميلية بتاعت تلاتين يونيو الفين وتلاتاشر عشان ما فيش حلول فعالية وتزايد احتجاجات الشعب وسوء استخدام موارد الدولة وانتشار الفوضى والجرائم وعدم الامان فقمنا بالصورة التكميلية تمام? اتمنى ان انا اكون فتك ودي حاجة بسيطة كده هدية كده تسمعها في السريع انا عارفة ان انا مبعرفش يعني اكاروت قوي فانا قلتها لك اندي تيلز بيما يردي لان ليقول الحاجة لازم يقولها كاملة عشان هم اصلا بيجيبوا اسئلها من بره المنهج اصلا فانت على الاقل يبقى المنهج عارفه كله عشان اي حاجات تانية هتضطر تهبيدها هتعمل ايه برينز ما دي تربية وطنية مش حاجة يعني ايه اه زي ما سألت تاريخ هيكون اكيدا مستر شرحالكو بتوسع وايلكو حاجات من بره عشان لو جات حاجة من بره المنهج دي زفتة زفتة تربية وطنية فهو مساعد بيستزرافه فعال اقل انت تبقى عارف الحاجات اللي في المنهج كلها عشان اي حاجة تانية هبتها بقى سبتها المهم تحل اللي ينجحك اشوفك على خير يا صديقي بقى في المراجعات الاساسية بتاعتنا وان شاء الله تعمل كويس ويعني ايه ما تطلعش غير وانت حلل اللي ينجحك بيوصيتي ليك شوفها تتصرف ازاي بقى يلا باي باي موسيقى